يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائي المصرية أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر وصباح الخير يا عبدالسان صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر حلقة يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 في الحقيقة بنتكلم عن خمس أيام من التصعيد المتوالي والمستمر في الأراضي المحتلة وبكل تأكيد فيه اهتمام كبير قوي بما يحدث في الأراضي الفلسطينية والأحداث في فلسطين خاصة وإن مصر بتكثف جهدها على جميع المستويات وبتتواصل مع كل القوة سواء كانت إقليمية أو دولية جميع الأطراف إقليمية مؤثرة من أجل التواصل لوقف الاعتداء حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين ويمكن ده كمان بيعكس الموقف المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وبيعكس كمان التزامها الدائم تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية عموما وعلى رأسها طبعا وبكل تحديد القضية الفلسطينية لأن زي ما احنا عارفين يا منا هي القضية الأولى ودائما مصر بتحطها أولوية على رأس أولويتها في المحافل الدولية أكيد الالتزام المصري بالقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني أمر محسوم وكل العرب سواء بقى مصريين أو غيرهم فلسطينيين أو غيرهم عارفين مصر قدمت إيه على مدار تاريخها لفلسطين عايز أقول أنه كل الاعتداءات الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة سواء بقى 2008, 2014, 2021, 2022 مصر هي اللي سعت وهي اللي نجحت بالفعل في وقف إطلاق النار واستعادة التهديئة في القطاع والوصول لوضع يعني يساعد على الاستقرار من غير طبعا ما ننسى المساعدات اللي مصر كانت دايما بتبعثها في الأراضي الفلسطينية كل اللي أنت قلتي داي منها يمكن هو كلام حقيقي ما يخلي لأن يمكن كلنا عارفين الموقف المصري الموقف المصري واضح جدا فيما يخص القضية الفلسطينية ودايما بنأكد على أن السلام العادل الشامل القائم على حل الدولتين بناء على الشرعية الدولية هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني ومصر بترفض بشكل قاطع كل المحاولات اللي بتدفع تجاه النزوح وتوطين أهالي غزة خارج أراضيها لأن فيه إعلان حاسم بأن السيادة المصرية ليست مستباحة وأن لا تهاول أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ضرف من الظروف خلينا نفتكر كده موقف ثابت مش حيتغير السيادة المصرية ليست مستباحة مصر دايما بتحط القضية الفلسطينية في قمة أولوية موقف ثابت مش حيتغير عقيدة مصرية مش حيتغير خلينا النهاردة على مدار حلقاتنا نتكلم معاكم إيه اللي بيحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطور الأوضاع عامل إزاي هنكون موجودين معاكم إن شاء الله على مدار الحلقة نصبح على حضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر نصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا متعودين نروح ونصبح على زملتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أخبار الطقس والمرور صباح الخير يا لماء صباح الخير عليك يا أحمد وصباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر ونبدأ من محافظة القاهرة طبعا جولتنا وفي نهاية الأسبوع بتكون فيه كثافات مرورية في أول اليوم مع نهاية يوم العمل خلونا نبدأ جولتنا بالتحديد من نفق الأزر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وسط سيولة مرورية وده في الاتجاهين كمان بتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي ونفس الموضوع للمتاجه من المنيب للأوتوستراد والتجمع كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي القادم من المعادي ومتاجه لمناطق الجيزة ونفس الموضوع اللي جاي من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي خلونا نكمل جولتنا في شوارع الجيزة في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان نما لو رحنا قريب من محطة مترو وجامعة القاهرة بدءا من نزل الكبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مرورية إنما نسبية كمان في كثافات تانية قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من أكتوبر كمان المتاجه لمنطقة المهندسين ووسط البلد ياخد باله إن الطريق الدائري مغلق والحركة إجباري من نفق حازم حسن ومنه للمحور كمان فيه غلق في بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة بسبب بعض الكثافات المرورية هنقول كمان لحضراتكم إن فيه فتح تجريبي لوصلة المريطية اللي كانت مغلقة مع استمرار نهاية الأعمال الموسعة للطريق خلونا دلوقتي نروح لإسماعيلية هنلاقي إن الطريق عثمان أحمد عثمان واللي بيوصل بين الجامعة والاستاذ ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية مع عدد بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق أما المتاجه لبور سعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بور سعيد هنلاقي كمان فيه سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية تعالوا نروح لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محاطة أطرس سوهاج الطريق عندها بيشهد كثافات إنما نسبية ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدد طرق رئيسية فيها سيولة مرورية وفيه بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كثافات مرورية نسبية فيه كمان كثافات نسبية تانية فيه طريق مستشفى الجامعة أو جامعة سوهاج وكمان كثافات مرورية إنما بسيطة وبتزيد مع ساعات الزروة الصفحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير كده خلصت جولتنا المرورية وخلونا نستعرض مع حضرتكم جولة سريعة عن أحوال الطاقس النهاردة الطاقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد كمان فيه شبورة مائية الصبحة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري كمان فيه نشاط للرياح على مناطق من جنوب سينة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وفيه فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سينة وشمال الوجه البحري درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 30 درجة وأعلى درجة حرارة هتكون في قنة 36 درجة إنما أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 25 درجة ونتابع مع حضرتكم التقصد التفصيل بعد شوية أهلا بحضرتكم خلينا نبتدي بالأخبار اللي معانا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى بالأمس اتصالات هاتفية من كل من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وقرسي لابرد فوندر لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ومارك روتا رئيس وزراء هولندا الاتصالات تناولت اتطورات الجارية في قطاع غزة والتجديد على ضرورة دفع الجهود الرمية للتواصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يمكن كل الاتصالات دي مننا بتؤكد على أن مصر يعني لا تضيع وقت من أجل حل القضية الفلسطينية وبتسعى في كل الاتجاهات الإقليمية والدولية أيضا حقنا لدماء الأخوة الفلسطينية كمان من بين الأحداث اللي حصلت به الأمس دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجر زيارة إلى محافظة الإسكندرية تم خلالها افتتاح عدد من المشروعات منها افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم وتطوير المنطقة المحيطة به أيضا ماذا حدث بالأمس دالة نتبع من خلال هذا التقرير أخبار كتيرة مهمة حصلت أبرزها تلقي رئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء تداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزع واتفق الزعيمان على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف والتجديد على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات ومقرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة إمبارح تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصال هاتفي من أورسولا فوندرلاين رئيسة المفاوضية الأوروبية تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية وشدد الرئيس في هذا السياق على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد باعتبار الأولوية في الوقت الراهن حقنا لدماء المدنيين من الجانبين وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إمبارح تلقى الرئيس عبدالفتاح السيس اتصال هاتفي من مارك روتا رئيس وزراء هولندا تناول التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية وتوافق الجانبان على خطورة النزاع الحالي لتبعاته الإنسانية الكبيرة على حياة المدنيين فضلا عن امتداد تداعيات الأمنية والسياسية للمنطقة برمتها وشدد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث جميع الأطراف على تبني مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية مؤكدا أن تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة امبارح استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي شاهد اللقاء تأكيد التطلع المتبادل لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين ومواصلة التطور الإيجابي والدفع القوية للتعاون السنائي ودفضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين شاهد اللقاء التباحث حول أفاق التعاون بين مصر والشركة اللي بتعد من أعرق وأكبر الشركات العالمية في صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب وأعرب رئيس الشركة الإيطالية عن اعتزام التوسع في أنشطة الشركة في مصر من خلال إنشاء المجمعات الصناعية والتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة خاصة في ظل الفرص الاستثمارية والمزايا الاقتصادية في مصر بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية والبنية التحتية المتطورة في مختلف القطاعات انبارح بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيارة لمحافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم وتطوير المنطقة المحيطة وعقب إزاحة الستار إيزانا بافتتاح المتحف بعد الترميم قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لعدد من قاعات العرض بالمتحف للتعرف على جوانب التطوير وتحديث وسائل عرض المقتنيات ذات القيمة التاريخية الفريدة انبارح خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وشاهد استفاف للمعدات وسيارات الخدمات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات بالإسكندرية كما استعرض نمازج من المعدات والسيارات الحديثة اللي تم ضمها مؤخرا للعمل بالإسكندرية واستمع إلى شرح حول الخدمات المختلفة اللي بتقوم بها الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة انبارح شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية وقام بجولة تفقت خلالها جانب من أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته اللي تضمنت العيادات الخارجية وقسم الأشعة المقطعية والأوعية الدموية واستمع لشرح حول دور المستشفى السعودي الألماني في تقديم الخدمات الصحية من خلال فرعها بالوطن العربي انبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024 وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة وشددت على أن نظام المناهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية موضحة أن مادة التربية الدينية لا تعد ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لأي مرحلة من المراحل التعليمية وإنما بتعد مادة نجاح ورسوب فقط ويجب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي خلونا نروح دلوقتي لجولة أخبار المحافظات ونبدأ من الوادي الجديد اللي فيه بيتم تجهيز أرض المعارض استعدادا للملتقة الثالث للتمور ومن الوادي الجديد للجنوب أسيوت تم افتتاح وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمدرية الطب البيطاني خلونا نروح المنوفية تم حضر تشغيل مكامير الفحم المكشوفة وده للحفاظ على البيئة وفي البحر الأحمر في مبادرة 100 مليون صحة قدمت خدمتها لأكتر من 90 ألف مواطن خلينا نتبع التفاصيل محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة في الوادي الجديد تم تجهيز أرض المعارض بمدينة الخارجة في إطار استعدادات المحافظة لإقامة الملتقة تسويق المصر الثالث للتمور وتجهيز الأماكن المخصصة للعارضين وإمدادها بكل الاحتياجات اللزمة ورفع كفاءة الموقع العام للمعرض ومراجعة إجراءات الحماية المدنية ومرافق الكهرباء واستكمال تنفيذ الجداريات الفنية بالموقع فأسيوت افتتحت المحافظة وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمدرية الطب البيطري بتكلفة 7 مليون جنيه بجانب وصول بعض الأجهزة الطبية والمعدات البيطرية وده تمهيداً لتوزيعها على الوحدات البيطرية والمجمعات الزراعية بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف في المنوفية أصدرت المحافظة قرار بشأن حضر تشغيل مكامير الفحم اللي بتقوم بالحرق المكشوف وتم تكليف الوحدات المحلية والبيئة بالتعاون مع مدرية الأمن بتنفيذ القرار اللي بيأتي في إطار توجه الدولة بالمحافظة على البيئة وشنت الأجهزة المعنية في محافظة المنوفية حملات مكسفة لتنفيذ القرار بشأن حضر تشغيل مكامير الفحم المكشوفة والتعامل الفوري مع المتواجد بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالكها في جامعة سوهاك تم الإعلان عن فتح باب التقدم للحصول على مكفاءات تشجيع النشر العلمي للأبحاث اللي تم نشرها خلال عام 2022 وده المدة شهر اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر وده بهدف دعم المعرفة والابتكار عبر البحث العلمي من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تقديم المزيد من الإنتاج العلمي البحثي اللي بيرفع من التصنيف الدولي للجمعة في البحر الأحمر أعلنت مديرية الصحة أن إجمال الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية ميتيوم صحة بالمحافظة بلغ 90,588 منتفع وبتشمل الخدمات الوقائية وخدمات صحة البيئة والأغزية ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية في بني سويف أعلنت مديرية الطب البيطري أن إجمال الماشية اللي تم تحسنها ضد مرض طاعون المبترات الصغيرة وصل لـ 17,400 رأس من الأغنام والمعز وده منذ استئناف العمل بالحملة مطلع أكتوبر الجاري فيما تتواصل أعمال التحصين وفقاً للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة يعني زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة أن السيادة المصرية ليست مستباحة ومصر بترفض توطين أهالي غزة ونزحهم خارج أراضيهم ويبتعمل جهود حفيفة لحل هذه الأزمة ووقف إطلاق النار حقناً لدماء الأخوة الفلسطينيين ماذا تفعل مصر والجهود المصرية دي هتكون فقرة خاصة معنا النهاردة في صباح الخير يا مصر مع نائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأيضاً عضو مجلس النواب في لجنة أشعون العربية بالمجلس دلوقتي نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل مع حضراتكم بيت فقراتنا في صباح الخير يا مصر بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال السعيد ومعتدل على سواحل الشمالية إنما حار على جنوب سيناء وجنوب السعيد كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في أخره على شمال البلاد وحتى شمال السعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب السعيد كمان في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وقيلة مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وكمان فيه نشاط للرياح على مناطق من جنوب سينة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب السعيد وفيه فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سينة وشمال الوجه البحري خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجوة النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجواء صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمية وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بك يا فعلا أهلا بحضرتك وطمانين عن حالة التقص وأهم الزواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها خلال اليوم احنا طبعا يمكن احنا بدأنا نشهد التكرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية استمرار الأجواء الخريفية على أغلب المحافظات ودرجات الحرارة اللي تعتبر حول المعدلات التفاعية لها في مثل هذا الوقت من العام كمان انصفات درجات الحرارة المنفوز فترات اللي متأخر فترة الصباح الباكر ما زلنا بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجوية العالية بيعمل على وجود الصحب المنخفض أو المتوسطة على مدار اليوم فبتحي الجزء من أشهد الشمس فبالتالي بتساعد على احتسنة بالأجواء الخريفية المنخفض الجوي ده مكمل معنا لحد دائمت يا دكتور هو المنخفض الجوي ده مكمل معنا يمكن على الأقل المنتصف في الأسبوع القادم إن شاء الله ويمكن كمان مع بداية الأسبوع اللي جاي يتعمق أكتر داخل جمهورية مصر العربية بيبدأ يحصل معه مزيد من الانفصاد في قيم درجات الحرارة وأيضا فرص الأمطار تبدأ تزيد على المناطق الساحلية اليوم متوقع أن مع المنخفض الجوي تكون فرص الأمطار اللي موجودة هي فرص أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ومحافظات شمال الواجه البحري على فترات متفطعة من اليوم ومنطقة دون الأخرى مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية بالإضافة كمان زي ما قلنا في الأول استمرار درجات الحرارة لتعتبر حول المعدلات التبعية وعظم على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أنها تكون ما بين 29 إلى 30 درجة مقوية فبالتالي في أجواء خريطية نقدر نقول عليها مائلة للحرارة على الخاهرة الكبرى والواجه البحري ومحافظات شمال السعيد أجواء نقدر نصفها معتدلة تماما على السواحل الشمالية ومحافظات المطلة على البحث المتوسط أجواء ما بين حرر شديدة الحرارة على جنوب السعيد وجنوب سيناء ده بيكون فترة النهار وتحديدنا في فترة الزهيرة الوقت اللي بنساكل فيه أعلى ضريجة حرارة على مدار اليوم كله لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل درجة الحرارة تبدأ تنخفض وتنخفض كمان بشكل كبير وبشكل مم Valentوز في ساعات الليل المتأخر يعني فترات الفجم والساعات الأولى من الصباح بتبقى الأجواء فيها من قد رول على أجواء مائلة للبرودة بدأنا نحس بالبرودة في الأجواء المتأخرة من الليل أو فترات الصباح الباكر بالإضافة كمان الشبورة المائية مزال الظاهرة جولية بتأثر علينا فترات الصباح الباكر في ساعات الليل المتأخر على أغلب الصرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتأذي لنفضل رؤية الأفقية فترة الصباح الباكر لكن هي أيضاً سرعاً متفتلاشة مع فطوع أشعة الشمس يعني تقريباً مع الساعة 8 صباحاً الشبولة المائية بتبدأ تختفي الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الصرق كمان نشاط رياحة الموجودة معنا اليوم هو نشاط رياحة دي غير مسير لأي رمال وأتربة نثبته كم في المئة دكتور؟ سرعات رياحة بين 30 إلى 35 كم على الساعة هيؤدي دي مزيد من أحساس بالخفاض درجات الحرارة ما فيش منه يشكل تماماً مش هيأثر على أي أعمال أنسطة يومية أو كمان هيأثر على حركة الملاحة البحرية لأنه كمان حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتادلة بحرين مؤهلين لتكثف أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزل يعني الأحوال الجوية مستقرة تماماً ونقدر نستمتع بالأجواء اللي بنكلم فيه أن المنحفة الجوي متوقع مع يوم السبت المقبل إن شاء الله يتعمق أكثر يعني يبدأ يأثر على المناطق الداخلية في جمهورية مصر العربية يبدأ معانك فضاق صفيفة صدقية من درجات الحرارة عزم على القاهرة الكبرى تصل لـ 28 درجة مقوية ده متوقع يوم السبت اللي جاي إن شاء الله والأمطار تبدأ كمياتها تزيد عن الخفيفة يتحول الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومتوقع كمان إنها قد تمتد للمناطق الداخلية يعني ممكن توصل لبعض المناطق من جنوب الواجهة البحري والقاهرة الكبرى ده بسبب تعمق المنخصب الجوي لكن دايماً إحنا بنقول في فصل الخريط فصل الخريط هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة والتغاير دايم في فراية التقصص عشان كده إحنا بننصح كل أستاذ المواطنين مهم جداً يومياً نتابع تحديثات النشرة الجوية لتقدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لأنه وارد جداً كمياتها الأمطار تزيد أو تقل مع اختلاف الأيام بالإضافة كمان مهم جداً ناخد بالنا من نوعية الملابس فترة الصباح الباكر طلبة وهم رئيسان المدارس أو الأطفال وهم رئيسان المدارس وهم جداً نبدأ نبتد الملابس الخريطية يبقى معانا جاسب خفيف نرشديه لوحنا بنخلص فترة الصباح الباكر أو لو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخر بالإضافة كمان تكون القيادة بهدوء ثم فترة الصباح الباكر مع تكون الشبورة المائية بشكرك في نهاية شكراً جزيلاً لدكتورة منار غينم وعضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدين نتعالون تابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 30 وصغر 22 العاصمة الإدارية 31 اسكندرية 27 و21 العالمين الجديدة 26 و21 مطروح 27 و20 ضمياد 28 و22 بورسعيد 27 و22 والإسماعيلية 30 و20 السويس العظمى فيها 30 وصغر 21 العريش 29 و20 كاترين 25 و16 طابع 31 و24 حلايب 32 و26 شلاتين 34 و25 شرم الشيخ 34 و26 الغرداء 33 و25 الفيوم العظمى فيها 30 وصغر 20 بني سويف 31 و20 الوادي الجديد 33 و20 أسيوت 31 و19 سهيج 34 و21 وكنا 36 و22 لؤسر 35 و23 واخيراً أسوان العظمى فيها 35 وصغر 24 مشاهدين دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية لأحمد ومننا نكمل معهم بأي فقرات؟ وأنت أعرفها طبعاً يا نامي أنا هلتزم بالتعليمات لازم تلتزم بالتعليمات بالليل بس ألبس حاجة خفيفة بس الموضوع بيبقى فيه نسمة برودة شوية بالليل ألبس حاجة خفيفة فوق اللي أنت لابسه يا أحمد حاضر هسمعك كلام صوحة خير ودلوقتي مشاهدينا خلينا نشوف مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي حتحصل النهاردة وكمان أهم المباريات اللي حتتلعب النهاردة خصوصاً مباراة مصر مع زمية المباراة الودية اللي حتتلعب على أستاذ هزاع بن زايد في الإمارات بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فيقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعزة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل غنائي للفنانة ريم حمدي اللي هتقدم مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية لكبار المؤلفين والملحنين اللي أقدموا أعمال فنية تعبر عن انتصارات أكتوبر المجيدة النهاردة هيتم إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في أبيجان بكود ديفوار بمشاركة 24 منتخب ويترقب عشاق الكرة المصرية مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا لمعرفة مجموعة منتخب مصر في رحلة البحث عن اللقب الثامن من المسابقة القارية وبيتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بقرعة كأس أمم إفريقيا 2023 مع كل من كود ديفوار والسنغال والمغرب وتونس والجزائر النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار استعداد منتخب مصر لتصفيات كأس العالم 2026 حيث يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب زامبيا الساعة 7 بالليل على ملعب هزا بن زايد بمدينة العين بالإمارات النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة السبعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منها مباراة كرواتيا وتركيا الساعة 10 لربع بالليل وفي نفس التوقيت مباراة أسبانيا مع سكوتلندا تم إطلاق منها كل مرة تعملي في العمل تفتكر؟ تفضلي لا 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 أبدا تم إطلاق النسخة الثالثة من معرض حي القهرة الدولي للفنول واللي بيتم تنظيمه في أربع مناطق في وسط البلد المناطق دي بتتغير وبتعتبر مناطق ومعارض جماعية مفتوحة للجمهور يوميا مع ده يوم الاثنين الفعليات هتستمر لغاية يوم 30 أكتوبر اللي جاي أنا عارف اللي أنت بتحب الفن والسلون فعشان كده يعني ده بالنسبة لك خبر ذو أهمية يعني كبيرة جدا فكرة أنه عندنا معرض مفتوح لمشاركة يعني الفنانين من يعني مختلف الأنواع والأطياف لون الفن اللي موجودة عندنا في مصر وإحنا عارفين إحنا كمصريين عندنا الفن والثقافة ليه طبع خاص وليه هوية خاصة بتاعتنا لكن معرض حي القاهرة المفتوح ده هيكون فيه أكتر من 100 فنان عالميين ومحليين مش بس يعني فنانين مصريين لأ كمان هيكون فيه فنانين عالميين وبيتيح ليهم الفرصة أنهم يعرضوا فنهم أمام الجمهور لمشاركة وتأمل في الأعمال الفنية والثقافية تفاصيل أكتر عن هذا المعرض أن أعرفه من خلال التقرير اللي جاي فكرة أرد جيب زي بدأنا أول نسخة في 2017 في المتحف المصري وأسر المانيال وشارع المعز والهرم نسختين والسنة دي إن شاء الله النسخة الثالثة يوم 26 أكتوبر بإذن الله فكرتنا أنه هو الفن يبقى في متناول الجميع فإحنا بنفتح ببنة للناس كلها أي حد بيقدر ييجي طبعا بالنسبة لنا نص وسط البلد دي مهمة لأن أي حد ممكن ييجي من أي ناحية من الكاهرة المشاركين السنة دي عندنا 14 فنان مهمة قوي اتنين فنانين مصريين سام شنزي ومحمد بنوي وعندنا 12 فنان عالمي الإفانت اللي موجودين في النهاردة ده إفانت اللي بنظمه أرت جيبت هو دايما أرت جيبت شغله مختلف عن أي تنظيمات وأنا صراحة بحرص جدا لنا أشارك معهم نوع الأودينس اللي بيجي مختلف والفنانين كعاني بيقترونهم بيقوا فنانين مختلفين جدا فبتوا حاجة انترسينج بالنسبة لي فنون بصرية بكل أشكالها يعني نحط موجود رسم موجود إنسليشن فهي فرصة لطيفة قوي نتعرف على الفن المصري اللي موجود دلوقتي بزاد فئة العمرية طعا الشباب إحنا السنة دي أول مرة بنشارك مع أرت جيبت وعملين كولابيريشن مع الاي او ام علشان نعرض أعمال فنية للاجئين ملتمس اللجوء ومهاجرين من بلاد مختلفة أنا يعني بشتغل بخامة طبعية اللي هي الرمل المصري مع لون واحد ودي بتبقى معادلة صعبة شوية اللي انت تحقق لغة تشكيلية بخامات قليلة جدا وفائيرة جدا بحيث تقدر تحقق بها اللي انت عاوز تقوله احنا بنشوف في أرض جيبت انه مهم جدا تمكين الشباب ومهم جدا احنا نشتغل مع الشباب من صغره يبقى مؤهل وفاهم يعني ايه فن احنا ايه قوتنا في مصر هي دي أهم حاجة احنا عندنا حاجة مش موجودة في العالم كله فتراثنا هو ده أهم حاجة نحافظ عليها وحضارتنا اللي محدش يقدر ياخدها يمكن زي ما سمعنا هي دي قوتنا احنا قوتنا القوة النعمة الحقيقية اللي موجودة ده أهم ما بيميزنا كمصريين تحديدا ويمكن برضو من بين الحاجات اللي بتميز المصريين ان بيبقى عندنا دايما افكار غير تقليدية افكار برا الصندوق روح دلوقتي ليه محافظة أسوان اللي بتاخد خطوات لتنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر المنطاب واللي هيكون قيمة مضافة للسياحة في أسوان وهيتيح للسائحين تجربة تجربة دي مختلفة لمشاهدة الأثار وبانوراما نهر النيل والمراكب الشرعية وغيرها من المعالم السياحية في أسوان جربت ركبت البالون المنطاب اه ركبته بس ما ركبتهش في أسوان قبل كده ركبته في الأثار وكان لطيف ومختلف انا كنت قلقينة وانا دخل اركابه بس لأكدت الفخرة هيلة يعني وكانت لطيفة قوي ومختلفة انا كان مش هضرب انا اتفرج على الصور بس اه اعيز اقولك ان فعلا كلامك يعني بالفعل تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالاضافة قال لي ممثلي بعض الشركات اللي عندهم خبرة عالمية في تنفيذ مشروع لحلات البالون الطائر ودلوقتي بيتم تحديد الموقع المناسب لإقامة المطار والمسارات الخاصة بالمنطاب خلينا نشوف التقرير محافظة اسوان تعمل على تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر المنطاب وذلك في إطار جهود المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقاومات السياحية والعمل على زيادة الليالي ومعدلات الحركة السياحية من خلال استحداث انماط سياحية جديدة وجاءت أولى الخطوات في تحقيق خطة تنفيذ رحلات البالون الطائر بأسوان من خلال تشكيل لجنة مكونة من وزارات الدفاع والطيران المدني والسياحة والآثار وقيادة قطاع أسوان العسكري بالإضافة إلى ممثلي بعض الشركات ذات الخبرات العالية في تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر ويتم حاليا بحث المواقع المقترحة التي يتم معينتها على الطبيعة للبدء في إقامة هذا المشروع الحيوي والهادف وتحديد مساراته وموقع المطار الخاص به مع وضع أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الاشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين في هذا المجال وتتمتع محافظة أسوان بعدد من المقاومات تجعلها صاحبة فرصة كبيرة لتنفيذ البالون الطائر على أرضها خاصة أنها من المحافظات السياحية التي تتميز بسمائها وجوها الدافئ وتقصها المعتدل وهو ما يساهم في خلق وتحقيق المزيد من الرواج السياحي للمحافظة لمشاهدة تانوراما نهر النيه الخالد والمراكب الشرعية وغيرها من المعالم السياحية التي تتميز بها للعمل على الاستغلال الأمثل لها في جذب أكبر عدد من السائحين وذلك من خلال تسيير رحلات البالون الطائر الذي يعد من أنماط السياحة الترفيهية التي تحتاجها المحافظة بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني خلينا نعرف تفاصيل أكتر معنا على إتريفون الدكتور أحمد فرمان المشف على ملف السياحة بمحافظة أسوان صباح الخير على حضرتك يا دكتور أهلا بيك صباح خير على حضرتكم على كل السادة المطريين صباح خير يا دكتور لما نيجي نقول المقاومات الأساسية أو الشروط المفروض تبقى موجودة علشان مشروع البالون الطائر أو المعروف بالمنطط يبقى موجود وقائل طيب اسمحي لي بس حضرتك في الأول لأقول أننا الحمد لله وفق الاستراتيجية مصر 2030 نحن بنعظم الفايدة من صناعة السياحة يعني صناعة السياحة موجودة ولكن نحن عاوزين فايدة أكتر صحيح فنستغلها على الأرض وفي الماء وفي الجو في الجو بقى هو رحلات البالون الطائر دي الجديدة إن شاء الله اللي فعلا حيكون لها مرضوط إيجابي على صناعة السياحة اللي اشترطت حضرتك اللي مفروض تتوفر في رحلات البالون الطائر فلتنقسم إلى جو الثاني الجوز الأول أنه لازم يكون في جو مناسب للإقلاع والهبوط ومصار الرحلة يعني الجو ده لابد نتميز بالصفاء من غرض الأساسي من الرحلة دي هو مشاهدة جمال المدينة من أعلى الحاجة الثانية لابد من حساب سرعة الرياح لنبرغي مهمة في معامل وقت الرحلة والأمان برضو التخطيط العمراني للمدينة يعني منفح شعم الرحلة دي في مدينة فيها نطحات سحاب لأننا بطير على ارتفاع منخفض مش عالي برضو كمان لابد أن يكون فيه مساحة أرض فضاء عشان الإقلاع والهبوط وكمان الهبوط الاضطراري لقدر الله لو حصلت في حاجة أن نحن بنحتاج نهبوط اضطراري في أي مكان لابد أن يكون فيه الأماكن دي متعفرة الجزء الثاني بقى وهو لابد أن المدينة دي يكون عندها مقاومات سياحية يعني مثلا جمال المدينة زي ما حضرتك عشرين طبعا أسوان ما فيش داء لنقول جمالها إيه ونهر النيل فيها إيه ولكن فيها كمية من الأغثار موجودة في السحرة وموجودة في نص المية في الجزر وموجودة على الأرض طبعا دي بتدي أسوان قيمة مضافة وزيادة في عدد الليلة السياحية وبالتأليح هتوفر عملة صعبة احنا طبعا محتاجين لها في الفترة القادمة طيب دكتور يعني أكيد الموضوع ما كانش وليد صدفة وزي ما حضرتك ذكرت أن ده تعظيما للقيمة المضافة ويعني الموارد اللي بتمتلكها مصر تحديدا فيما يخص السياحة لجذب مزيد من العملات الصعبة تحديدا دراسة الجدوى بتقول إيه العوائد والاستفادة اللي بيتم استهدافها من تنفيذ مشروع سياحي كبير بالحجم ده وفريد كمان زي البالون الطير وخاصة أننا في مصر مشهورين به في يعني الأقصر بس وحضرتك جزئين أساسين الجزء الأول هو دعاية لمصر كلها طبعا السياح بتطلع بتصور بتحط على مواقعها الخاصة سوشال ميديا فده بيعمل رواق سياحي لمصر مدفوع الأجر أو مش مدفوع الأجر نمر اتنين نداء بيزود عدد الليلة السياحية في أسوان يلاك أنا تتخيل حضرتك أن السياح بتيجي أسوان بتقعد ليلة واحدة فقط بتزور فيها كل أسهار أسوان نعم إنما لما نزود حاجة جديدة بناخد من وقت السياح بنزود عدد الليلة السياحية الاسلاح بيبقى فترة أطول في أسوان فبالتالي بتبقى فيه نسبة إنفاق أكتر من أسطابك طيب بالنسبة لاختيار الأماكن أبرز الأماكن المقترحة حركة قلت المهمة قوي معامل الأمان لما نيجي نشوف الأماكن معامل الأمان للناس الموجودة في المنطاط ومعامل الأمان للناس اللي حوالين المنطقة اللي حيبقى فيها المطار الخاص بالمنطاط شروط الأمان اتوفرت كمان بالنسبة للأهالي المقيمين اللي حيوقف المناطق المجاورة طبعا يا فنبي طبعا ده حسابات دقيقة جدا والحمد لله نحن عندنا كل المناطق الجميلة واللي فيها أثار واللي فيها معالم طبيعية الحمد لله أنها بتتوفر فيها أوتوماتيك معامل الأمان الحمد لله من عند ربنا يعني تم اختيار الأماكن دي بالفعل أو ليس؟ آه تم اختيار الأماكن ودلوقتي إحنا بس بنختار أفضل أماكن فيها نعم طيب دي الأماكن فيما يخص يعني عنصر الأمان تحديدا لكن ماذا عن يعني معايير الأمان والجودة والسلامة أيضا للسياح أو لمرتادي بقى هذا النوع من السياحة تحديدا يعني أكلم بشكل شخصي أنا واحد من الناس اللي بتخاف اللي أنت تراسك أو تعمل حاجة بره السندوق ففكرة اللي أنا أطلع في بلون هوائي على يعني بشتغل بالغازات زي الهايدروجين أعتقد ففكرة أن ده بالنسبة لي حاجة فيها نوع من أنواع اللي أنا بخاطر إزاي بتجماله الحفاظ على أرواح الناس اللي موجودة في ده لا هو إحنا عندنا الوقت في مصر عموما عندنا خبرة كبيرة في مجال البلون إحنا عندنا صلوصر رحلات البلون السياحية شغلة بقى لها أكتر من 30 سنة أنا عاوز حاجة تديني حاجة مطمئنة مشجعة عشان نجر كابه يا دكتور لا 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 حضرتك أولا قائد البلون بيحصل على رقصة قيادة وكأنه طيار بيمر بكل المراحل اللي مفروض بيمر بيها الطيار أعتقد بيبتاحت إشراف الطيران المدني برضا طبعا يا فنن وبعدين فيه متابعة ميدانية لكل رحلات ولكل بلون على حدة الوقت مع التحول الرقمي هبقى فيه متابعة لكل بلون على حدة رصد حالته هو في الجو وحركته لو فيه أي حاجة بنتعامل ونتدخل فورا يعني هو فكرة البلون يا فنن وفكرة الأوبة اللي كان في البيوت القديمة عندنا صحيح اللي هو كلما زاد حرارة الهواء كلما صعد الأعلى فاحنا بنسخل الهواء بنطلع الأعلى لو فيه أي حاجة بنقلل تفقيل الهواء فبننزل تدريجيا إلى أسفل فاعتبر أكثر أمانة من وسائل كديرة يعني وبرضو إحنا طبعا يا ريت توعدونا إن شاء الله تيجوا تعملوا برنامج إن شاء الله في أول رحلة بلون من أصوان يعني إحنا دي دعوة كريمة ونوعة حضرتك بمجرب بس ما تبتدوا التشغيل الفائل يعرفنا ونكون حاضرين هنكون معاكم فوق في البلون برضو ما تقلوش شفا هتطلع البلون يعني لو الدكتور هيبقى معنا في البلون أنا كده اطمنتوا هكون موجود لا دا سيادة المحاوز هيكون معاكم شخصيا ضروا في البلون فوق إن شاء الله لأن نوع حضرتك اللي إحنا نيجي طبعا وشرف لنا اللي إحنا نغطي حاجة زي كده هل القائد حريب تقول اللي بيسوق البلون أو قائد البلون بيحصل على رخصة طيار هل في فرصة إن نقدر نعمل نوع من أنواع تنشيط السياحة زي إحنا نعمل كورسة مكسفة للسائحين اللي حابين أنهم يقدروا يتولوا قيادة المنطاط بنفسهم نقدر نعمل كورس مكسف ولا هتحتاج وقت أطول لا هو القيادة بتحتاج وقت أطول ولكن الكورس دا بيبقى فيه كورس صغير جدا لمدة ربع ساعة قبل ما يطلع البلون اللي هو أشيادات دورة تدريبية أشيادات للسياح قبل ما يركبه البلون أن أنت في حالة كذا كذا ولو حد عنده أمراض بعينة كذا فبنتعامل معه قبل ما يطلع البلون طيب هو عارف قريدي هنتعامل معه إزاي تمام طيب سؤال بقى أخير يا دكتور لأن دايماً اللي بيكون مؤلئ لدى البعض فكرة الهبوط لأن ما بيبقاش فيه مكان هبوط محدد يعني وبرضه حدقت صحح لي المعلومة أنت بتنزل وزي ما بتنزل في المكان الخاص به الهبوط يعني هل الوضع أصبح مختلف الآن؟ لا هو في الجو الثابت في مكان إقلاع ثابت ومكان هبوط ثابت ولكن في الجو المتقلب يعني عدم التحكم التام بسرعة الرياح فبينزل في أماكن معينة إحنا بحديدنا أوريدي اللي هي أماكن الهبوط الاضطراري يعني أسوأ السيناريوهات أو الظروف هيكون برضو المكان اللي بيتم الهبوط فيه هو مكان معلوم معمول حساب السيناريو الجو كويس ومعمول حساب السيناريو اللي مش هنقول السيء اللي هو تقلب الجو إن حضرتنا طبعا بعد خبرة 30 سنة وبعد التطور التكنولوجي في المجال ده أكيد طبعا إحنا عندنا وسائل كنترول عالية جدا في التحكم في البلون وفي التحكم في الرألة نفسها يعني دكتور أحمد فرمان المشرف على ملف السياحة بمحافظة أسوان طبعا يعني خبر يسعد الكثيرين ومتشكرين طبعا على الدعوة الكريمة ونقعد حيث إن شاء الله نكون موجودين في صباح الخير يا مصر مع التشغيل الفعلي للبلون مشاهدينا الساعة دلوقتي تمانية بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأمم معلمية تفضلينا شكرا لكي مننا أثمنا سباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسلا فورديلاين وركز الاتصال الهاتفي على التشاوري بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف في الضوء تزايد وطيرة العنف والعمليات العسكرية حيث اشدد الرئيس السيسي في هذا السياق على أهمية تنصيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد باعتباره الأولوية في الوقت الراهن حقنا للدماء المدنيين من الجانبين وأيضا تجنب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية تطرق الاتصال الهاتفي كذلك إلى التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبولي مواصلة تعزيزه وتطويره في مختلف الاتجاهات في ضوء ما يربط الجانبين من علاقات وثيقة ومتميزة أكد مجلس جماعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في البيان الختامي للاجتماع الطريق لوزراء الخارجية العرب على عدة قرارات بشأن الصراع على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية فقد أكد المجلس على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده والأعمل أيضا مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك تنفيذا للقانون الدولي وحماية أمن المنطقة واستقرارها من قطر اتساع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيكتمع مع العاهل الأردنية الملك عبدالله في عمان اليوم وأضف الشيخ أن الرئيس عباس سيكتمع أيضا مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين غدا الجمعة أعلنت وزارة السحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 1128 شهيدا وخمسة ألاف وأربعمائة وتسعة وثلاثين مصابا وفي بيان لها أوضحت وزارة السحة أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد وخمسة ألاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مصابا فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية إلى 28 شهيدا ومائة وخمسين مصابا وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 338 ألف شخصا أكبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وفي بيان له قال مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن عدد النازحين في القطاع المقتصد بـ 2.3 مليون نسمة ارتفع بمقدار 75 ألف شخص إضافية ليصل إلى 338 ألف وتسعة وثلاثين نازحا استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي وفدا من حزب الحرية المصرية بريئاسة الدكتور محمود رئيس الحزب لعرض المقترحات والرؤى لتأييد المرشح بالانتخابات الرئاسية القادمة وأكد رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي على التشاركية الحزبية التي تتبنها الحملة لإحداث حالة زخم تولد حياة سياسية مفعامة بالحيوية وكذلك الاستمرار في عقد اللقاءات المتعددة مع كافة ممثل قطاعات المجتمع المصري لاستماعي إلى آرائهم ومقترحاتهم مشيدا بدور الحزب البارز في جمع نماذج التأييد للمرشح الرئاسي من جانبه أكد وفد حزب الحرية المصرية أنه سيكون للحزب دور بارز في الانتخابات الرئاسية 2024 للدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عقدت الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي فريد زهران اجتماعا موسعا لبحث إطلاق المؤتمر الجماهيري الأول في مصقة رأسه في محافظة المنوفية السبت القادم وتم خلال الاجتماع منقشة الخطة القادمة للحملة الانتخابية مع اقتراب بداية الموعد الرسمية للدعاية الانتخابية وفقا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات رياضيا يواجه المنتخب الوطني لكرة القادم نظره الزنبي وديا اليوم الخميس في السابعة مساء اليوم على استاد هزعب زايد بالإمارات وذلك ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم إفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعينة منتخب الجزائر يوم السادس عشر من الشهر الحالي مشاهدين انتهى مجزء الثامنة وانا عود لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل أهلا بحضرتكم النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي للرواية العربية التاريخ ده اتخصص عشان يتناسب مع حصول أدبنا الكبير نيب محفوظ على جايزة نوبال الحقيقة اليوم ده فرصة كبيرة لكل الكتاب وصناعة الرواية في مصر والعالم العربي كمان للإجابة على أسئلة كثيرة ممكن يكون أبرزها على سبيل المثال إزاي نقدر ندعم صناعة وكتابة الرواية المصرية يترى القصص الرواية محتاجة لإضافات وأفكار مختلفة خصوصا طبعا مع تطور التقني والتكنولوجي اللي ترى على العالم خلال الفترة الأخيرة أسئلة كثيرة منها يمكن أنت أوجستيها في سؤالين لكن في أسئلة كثيرة تحديدا بتظهر حوالين الرواية العربية في اليوم العالمي لها هنجاوب عليها من خلال ضفنة الكريم في الستوديو الدكتور شريف الجيار أستاذ النقض والأدب المقارن وعميد كلية الألسن جامعة بني سويف اللي منورنا في الستوديو صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فنم صباح الخير دكتور يعني في اليوم العالمي ليه الرواية العربية يعني عاوزين نعرف من حضرتك إزاي أثرت الرواية المصرية في صناعة الثقافة في مصر تحديدا ويمكن إحنا عندنا طابع مميز الثقافة بالنسبة لنا مش أداة مكملة لأن الثقافة بتعبر عن الهوية المصرية صحيح طبعا بشكر حضرتك جدا ومقول للشعب العربي كله احتفاء عظيم بينتصارات أكتوبر كل السنة وإحنا جميعا بخير حيث طيب الانتصار الثاني اللي حضرتك ذكرته النهاردة وحضرتك ذكرته بأنه اليوم العالمي للرواية اعتمد على حصول نجيب محفوظ هذا الهرم الرابع بالنسبة لنا في كتابة الإبداع بشكل عام والرواية بشكل خاص أن يسمى هذا الاسم بالرواية العالمية اعتمادا على فوز نجيب محفوظ نفسه في 12 أكتوبر 88 من القرن الماضي على جائزة نوبل في الرواية أولا هذا الاحتفاء وهذا اليوم يؤسس ويجذر ويؤصل ويقول لمصر شكرا على أن مبدعينك وصلوا للعالمية لأن العالم العربي كله اتكأ على الرواية المصرية خاصة ورواية نجيب محفوظ كأساس لأن كل الرواية العربية اتطورت من خلال الرواية المصرية وخاصة كتابات نجيب محفوظ حتى هذه اللحظة الأكثر مبيعا على مستوى العالم العربي هتلاقي نجيب محفوظ وبالتالي أرى منودية نظري أن الأستاذ أو إعماد الكتاب الرواية في العالم العربي نجيب محفوظ حتى هذه اللحظة الجميع يرى فيه رؤى جديدة في الكتابة رؤى جديدة في الدراسة لأنه أعيز أكد في البداية أن نجيب محفوظ لم يكن كاتبا عاديا هو كاتب استثنائي في تاريخ الرواية العالمية لأنه بدأ أولا يؤصل للتاريخ الفرعوني في رادوبيس وعبث الأقدار وكفاح طيبة ثم انتقل إلى مسألة الواقعية في الكتابة ثم انتقل إلى طيار الوعي ثم انتقل إلى الفنتازيا والعجائبية كل هذه التطورات في الخطاب الروايي استطاعنا جيب محفوظ أن ينقل لذكرت وحضرتك ينقل الهوية المصرية الشخصية المصرية عبق التاريخ المصري ولكن من خلال بنية رواية مطورة بنية رواية قابلة للتجريب كما نقول حتى في النقد الأدري فمعنى أن نقول 12 أكتوبر هو عام أو الاحتفاء العالمي بالرواية ده معناه احتفاء بالرواية المصرية بالتحديد ده معناه احتفاء بكاتبنا الكبير نجيب محفوظ كرمز مهم من كتاب الرواية على مستوى العالم حاجة تانية أنه ربما حدق ذكرت مسألة التطور داخل الجنس الروائي نفسه ربما نجيب محفوظ لما طور وخد نوبل بدأت الترجمات العالمية كلها تتاجه إلى السياق الروائي المصري وسياق الروائي العرب فلاقينا كتابات محفوظ مترجمة إلى معظم لغات العالم لقينا بعد كده كتاب عرب مهمين بدأت كتاباتهم تترجم إلى مستوى العالم ولكن كلما تطورت التكنولوجيا خاصة من سنة التسعين بدأ هنا السياق الروائي والسياق الإبداعي بشكل عام يحتكب الإبداعات الجديدة ويحتكب التكنولوجيا الرقمنة وبالتالي ظهرت لنا في الأولين الأخيرة ما يعرف بالكتابة التفاعلية بمعنى نجد رواية تفاعلية نجد قصة قصيرة تفاعلية نجد مقال تفاعلي نجد مصرح تفاعلي وده معناه أن التكنولوجيا كرقمنة والتكنولوجيا كوكاكمبيوتر بدأ الكتاب يعتمدون على الكتابة من خلال صفحاتهم من خلال صفحة الزرقاء والاعتماد على أن المبدع لم يكن فقط يعني عالما بمسألة الكتابة الورقية الألفاظ ولكن لازم كمان يكون عارف تكنولوجيا عارف كوكاكمبيوتر لازم كمان يكون عارف تصوير كان تصوير سينماية أو غيره لازم يكون عارف مسألة المنتجة لازم يكون عارف مسألة التصوير كل ده نقل الرواية بالتحديد الرواية والقصة والسرد والشعر إلى مسألة ما يعرف به الأدب التفاعلي ولكن بشرط أن بدل من قول نجيب محفوظ ويوسف إدريس وطا حسين والعقاد والمجموعة العظيمة الرواد الكبار دول هم الذين يكتبون النصوص فقط لا المتلقي أو القارئ في كل دولة من العالم ممكن يشارك المؤلف التأليف يعني ممكن حضرتك تبدأي هو ده بقى اللي أنا عايزة أسأل حضرتك قلت لنا ماشاء الله كلام يعني قد إيه مرتب جدا طبعا بقسله حرك العلمي لكن خلينا نقول بشكل أكثر يعني شعبوية كده بحيث أنها هنبقى فهنية حرك قلت صفحات زرقاء وحرك قلت كتابات تفاعلية كتابات تفاعلية يعني الناس بتعمل إيه بتسيب نهايات الرواية مفتوحة بتسيب الناس فرصة أنهم يعيدوا صياغة الأحداث كل مرة بترتبها من وجهة نظرهم بيسيبوا إيه إيه الصفحة زرقاء يقول لدي تفاصيل إحنا محتاجين للإفعام منها الصفحة زرقاء لشاشة الكمبيوتر ببساطة شديدة وفكرة المطلق اللي قلت عليه القارئ بشكل عام على مستوى العلم يعني ممكن كاتب من مصر نجيب محفوظ له على قيد الحياة يكتب الفصل الأول في الرواية عبث الأقدار تيجي الدكتورة منا في أمريكا قاعدة في ريستورانت أو في مطعم أو في حاجة تبتب هي تكمل الفصل الثاني يجي واحد من إنجلترا يكمل الفصل الثاني فكرة التكامل هنا المطلقي بقى مؤلف المطلقي أصبح جزء أصيل في مسألة أن يقلف كمان مع المؤلف الحقيقي وممكن يغير أحداث وممكن يغير شخصيات بس مش في معايير وشروط معينة للكتابة؟ المعايير بالمفهوم الكتابة الورقية بمعنى أن الحاجة التقليدية أنك شايف رواية بشكل عام شايف ديوان شعر ولكن كلما تطورت التكنولوجيا لازم الأدب يكون متأثر بشكل أو بآخر لأننا لا يعيشون في عالم عزل المبدع دائما يؤثر ويتأثر دائما يأخذ حاجات ويدي حاجات تانية أنا شايف أن التكنولوجيا في الفترة الأخيرة وده ظهر في المغرب بشكل واضح ظهر في الشام بشكل عظيم وكمان ظهر في مصر من خلال بعض الدراسات النقدية في ماجستير وفي دكتوراه عن الأدب التفاعلي وعن الرواية التفاعلية بالذات إزاي الرواية دي يبدأها كاتف في المغرب ويبدأ المتلقي بها اللي احنا ساعات بنلاقي حتى فيه لو حلق حطيت بوست كده أو حطيت جملة على الفيس ناس بتعمل لايك وناس بتعمل لاف وناس بتعمل كذا الجزء ده ربما ترجم بشكل أو بآخر إننا داخل أعمل تعليق بعد كده التعليق اتطور إلى مسألة أنا كمان أقلف معك وعمل جزء يضيف إلى الجزء اللي حدك بدأت بيه وممكن المؤلف يرجع تاني يضيف جزء وحيانا بتنشي على نفس التيما دون أن تشعر التيما اللي هي الشراقة ما بين الكتابة التقليدية اللي هي كتابة زي كتابة الوراقية اللفظية وكمان إنك ممكن تحطي لصورة يعني مثلا أنت بتتكلم عن أطفال الشوارع وحط صورة بعد يعني جزء معين تحط صورة فيها واحد نام في الشارع وظروفه صعبة جدا هنا معناها بالمناسبة الصورة أضافت مصداقية إلى جانب مصداقية الكلام حطيت فيلم صورة سينا أخرجنا من الجانب الروائي ناخد أكتر ما يكون تقرير خبري أو توثيقي أو ممكن تكون بشكل مختلف نفسي أقول لحضرتك حاجة ربما السينما من الفترة طويرة أصرت على كتابة الروائي يعني ممكن تقري أن نجيب محفوظة تقولي دي كتابة بصرية ده أنا شايف سعيد مهرانو بتحرك في لصه والكلاب أنا شايف يعني الحرفيش أنا شايف السلاسية أنا شايف الشخصيات وابتتحرك وده بنقول عليه كتابة سينمائية داخل بنت الروائي في جزء تاني ظهر بقى فيه رواية لإبراهيم عبد المجيد الكاتب الكبير في كل أسبوع يوم جمعة الأستاذ الكبير يعني إبراهيم عبد المجيد عمل الرواية كلها عبارة عن إيه بنت قعدة في حجرة بتكتب على الشات بتكتب على صفحة الإنترنت وعابلت مجموعة من الأصدقاء الرواية كلها عبارة عن حوار على الشات وبالتالي هنا التكنولوجيا تضمنت مع الكتابة الروائية التقليدية المعتمدة على الحوار ومعتمدة على الكتابة التقرية الزكارتية في مسألة السابق وبدأ يطور الكاتب المصري والكاتب العربي أنه يستعين بآليات الكتابة التكنولوجية الحديثة طب هل دي هي رواية تفاعلية أو لا دي رواية برضو لسه في حيز التقليدية أو في حيز الكتابة الورقية الطبعية ولكن يحسب لكتابنا العرب هنا مسألة التجريب أنه أفاد من التكنولوجيا داخل بنت الكتابة الورقية ولكن لو نشرنا جزء من ما كتبه الأستاذ إبراهيم عبد المجيد مثلا أو نجيب محفوظ أو غيره على صفحة الزرقاء أو صفحة الكمبيوتر على الفيس أو غير الفيس وبدأ المطلق في كل مكان يتفاعل معه ويغير أحداث ويغير ده الدور هنا هل اقتصر على المؤلف؟ لا بدأ ينتقل بنا إلى كل مطلق له وجهة نظر في الرواية وده اللي بنسميه حتى في النقد الأدبي ما بعد الحداثة يعني فيه رؤى مختلفة فيه آراء مختلفة بس البناء نفسه بتاع الرواية دكتور اختلافية إحنا زمان كنا نمسك الرواية كانت بتبقى عدد صفحات كبير كان بيبقى فيه نوع من أنواع التجسيد يعني حريك لسكو بتدي أمثلة بروايات تحولت لأفلام كان يتقال نهار دخلي نهار خرجي كل التفاصيل إحنا دلوقتي يمكن أنا مش عارفة هل ده بسبب أن إحنا ما حدش بقدر يقعد يقرأ طويل جدا فروايات بقت مصغرة هل بسبب سعر الورق فالناس الناشرين بقوا بيلجأوا لأنهم يلجأوا الروايات عدد صفحات أقل هل إحنا بنقرأ كلمات أقل مش عارفة هل الشكل كله اختلف أنا بشكر حضرتك جدا إحنا في عصر التكنولوجيا وإحنا بتكلم جيل بنسميه جيل ابن التكنولوجيا أن الطفل دلوقتي يخش على الكمبيوتر أو يخش على الجهاز التليفون يتعامل أكتر من الأب ومن الأم وبالتالي أني لازم أكلم جيل الشباب بلغته لازم أكلمه بأدواته بألياته وبالتالي أنا أعتقد أن الإبداع كله فقري كده أنه شعر كبير أو مترجم كبير أعلن بس عن قصيدة على الفيس ونفس القصيدة بمجموعة قصاية تحاولها لدوان ونشرها في أي دور ناشرة عربية أو دور ناشرة خاصة أو حكومية التأثير اللي على الفيس محمود درويش دلوقتي لو نشرنا له قصيدة على الفيس شوف التأثير قد إيه على مش العالم العربي بس على خروج على المنطقة العربية والعالم ككل إذن إحنا قدام أدوات جديدة الأدوات دي تدي انتشار الأدوات دي تدي تأثير في القرار وفي الرأي تدي كمان فكرة التقييم أقول القصيدة دي جيدة والقصيدة دي غير جيدة أقدر أقول كده من خلال بس اسمحني أن أحيانا التقييم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ليس منصفة صحيح لأن لو لجان إلكترونية اجتمعت على أن هي توقع كاتب بعينه هتوقع وهنا حقيقة ما بتبقاش عارف هل هذا هو تقييم حقيقي فعلي أم زيف فإزاي برضو بتقدروا اللي انتوا تميزوا ما بين دي أنا بشكر حضرتك جدا الانتصار هنا للنص النص وفنيته أنا كناقد أدب شغلي على اللغة شغلي على التكنيك اللي بيستودمه الكاتب شغلي على شعرية النص يعني إزاي كتب إيه الآلية اللي كتب بيها اللغة الصورة اللي عمل فيها على صعيد شعري ممكن زي ما سعدتك بتقول فعلا ممكن تنجم حد أو تنجم نص النص ده يعني ملوش قيمة وممكن نص تاني يعني يهمش أنا شايف الانتصار الحقيقي مين أو شمال لقدرة النص على البقاء لو كنا عملنا ألف إله وليلة أول ما ظهرت على أنه نص أوبن ونص مفتوح ونص فيه مشكلات على صعيد جسد ما كانش ألف إله وليلة إلى الآن بتؤثر في الغرب بتؤثر في أوروبا بتؤثر في أمريكا واستراليا دكتور اسمح لي في النقطة دي لأن حضرتك تحدثت عن أعمال عظيمة جدا نعم وأعمال ما زالت خالدة رغم مرور عشرات ومئات من السنوات عليها صحيح هل إحنا خلاص خرجنا من حقبة وعصر ذهبي وهو عصر الأديب الراحل ناكيب محفوظ نعم هل شايف الأفكار الشبابية المتواجدة في الوقت الحالي قدرت توصل لنفس الفكر والترتيب ونفس الكتابة اللي مش هقول زي ناكيب لأن يعني ما ينفعش ده استثناء لكن مقاربة من الأديب الراحل ناكيب أقول لحضرتك حقيقة لو تبعت الجوازة العربية كان قطارا كان الشيخ زاد حفظ الألقاب لهذه الجوازة المهمة كان جوازنا في مصر شوف كده الشباب المصري كان في التشجعية بالتحديد شوفوا الشباب المصري عمل إيه في الجوازة العربية لا أنا أريد زدي تفاؤل كامل أن الإبداع المصري بالتحديد لا يمتلك ريادة حتى هذه اللحظة شوف حلق آخر جواز موجودة في العالم العربي من الموجود في المشهد هتلاقي الألم المصري الألم العربي عظيم وعشقاء وكتابات جميلة ولكن تلاقي شخصية عربية عظيمة قدام أربعة من الشباب المصري ده معناه أن الإبداع المصري موجود مش على الهامش موجود في المتن موجود في عمق السقافة العربية بشكل أبعا فكرة أن أخلي بعض الشخصيات بدون ذكر أسماء من الشباب زي نجيب محفوظ هو نجيب محفوظ أزمته أنه كامل مشروع يعني نجيب محفوظ الوحيد ربما أنه عمل مشروع متكامل حتى الأحلام بتاعته أحلام فترة النقاح أولها الكتابة نجيب ربنا يعني يرحمه الكاتب الاستثنائي في تاريخ الرواية والسرد أقول جزء من السرد العالمي لأنه ما يقلش عن كتابات عن ديستوفيسكي ولا تشيكراف ولا يقل عن دول نجيب محفوظ ده مشروع استثنائي في تاريخنا وللأبد ولكن ده لا يقلل من قيمة ما يقدم من الشباب الموجود في مصر وفي المنطقة العربية بالمناسبة آخر جائزة موجودة في عمان جواز العربية موجودة أبلها في مصر هتلاقي كتارة هنا وهنا تلاقي الشيخ زي تلاقي بعض الجواز المهمة على صعيد علامي اللي بطلوبه بقى والحاجة اللي أنا أتمنىها إحنا شغالين في الترجمة هنا في المركز القومي للترجمة بالتحديد وبعض دور الناشر الخاصة كله بيترجم من إله يعني الروح للروايات العالمية كان واحدة مشهورة في أمريكا كتابة مشهورة أو كتابة في أوروبا أبدأني لمصر وإلى المنطقة العربية لا أنا عايز كمان بقى هنا عايزين نوصل لنجيب محفوظ تاني لازم أبدأ أخذ على الأقل الأعمال الفائزة على صعيد عربي في جوائز مهمة أبدأ أترجمها من العربية إلى اللغات الأخرى يمكن ده نشوفناه في معرض الكتاب في النسخة اللي فاتت الإصدارات الخاصة بالهيئة العامة للكتاب كان عندهم قسم كامل للمترجمات لشباب الأدباء ده يمكن كانت حاجة مختلفة ومميزة جدا في النسخة 54 اللي معرض الكتاب نتعشف أن نشوف حاجة أخلى وأجدد في النسخة 55 خليني أخذ بقى من كلام حضرتك ونرجع تاني للتكنولوجيا وإسلوب التكنولوجيا حركة كلمت عن الروايات التفاعلية وإزاي حد يقدر يكمل في أكتر مكان مع بقى وجود الزكاء الاصطناعي والAI والشات جي بي تي والحاجات الأكتر حداثة وسمعنا عن أول رواية مكتوبة بالذكاء الاصطناعي هل نقدر ندخل نقول احكيلي أنا حدي أسماء الشخصيات الرئيسية وحدي بداية انترو زي ما بنقول عليه وبعدين الزكاء الاصطناعي كاملي كل الرواية وفي الآخر تخضع للتقييم ونشوف بناءها الروائي وكل الكلام هل ده متاع؟ أشكر حضرتك جدا أنا اللي بشكر لأنه إحنا محتارين دلوقتي في فترة قلنا تكنولوجيا من تسعين وأمريكا وروسيا خلصنا وبدأنا في التكنولوجيا من تسعين خلاص وإنترنت وصفحات وفيش خلاص خلاص لوقت الزكاء الاصطناعي نقلة نوعية جديدة جدا حتى على صعيد الإبداع لو أنا عندي فانجوخ عندي كده لوحة معينة وحد يدخل قال له عايز حاجة قريبة من فانجوخ هيتطلعها لك المشكلة دلوقتي إنه الزكاء الاصطناعي بس هتبقى أوريجينل هتبقى أصلية هنا هنتكلم في الجزء الأصلية ولكن أقدر أقول له أنا عايز فكرة قصة قصيرة وشخصيتها غلبانة شوية أو شخصيتها محبة أو شخصيتها عايزة تسافر الفكرتين دول في سطرين يبدأ هو في خلال ثواني هيبدأ إديك أولا الاقتراحات اللي ممكن تشاكل بها قصة قصيرة في الاتجاه ده بل ممكن كمان يكتب القصة القصيرة كاملتان وحضرتك لو قارتيها هتقتنع بيها جدا كان في نتائج إن كان في تكوين فني أو شعرية نصية يعني بنية على صعيد بنية الرواية ربما هللاقي بعض المشاكل حضرتكم جربتوا ده يا دكتور جربناها أنا كنت في استخدمتوا الزكاء الاصطناعي قبل كده مع صديق لنا كاتب قصة قصيرة وبدأ يتفاعل مع فعلا التكنولوجيا الزكاء الاصطناعي ادالوا بعض المعلومات لقصة قصيرة اللي طلعها بشكل عبقري القصة القصيرة بالتحليل بناء وتفاصيل لكن هل طلع مشاعري يعني إذر يوصف اتكلم عن نهار أو ليل اتكلم لكن إذر بيقول وشعرت بالحزن وعينها كان فيها دموع هل بقى التفاصيل الصغيرة دخل التكسيد اللي حسست اللي أنا جوه عمق الشخصية أو عمق الحدث نفسه ممكن ده نتفق دعني أتكلم عن الإنسانيات الجزء الإنساني هو الكاتب يعني لحمه دم يعني الكاتب في لحظة كمان بالمناسبة ممكن يكتب يخلص الرواية ويرجع إرائتها في عيد مشاعر يعيد صحيح صاعت أماكن المصير الشخصية غيره السؤال هنا المشكلة في الزكاء الاصطناعي أنا ممكن كمان أقوله أنا عايز المشاعر تبقى كاذب للشخصيات نفسها هو عنده كم معلوماتي دولي يقدر في ثواني في لحظات يشعر اللي حالك عايز تقوليه لأنك هتكتبي ده يجيبه من حاجات مشابهة شكراً في خلال ثواني يبدأ يطلع لك النتاج ده اللي بيبقى مزهل ولكن ربما هنختلف شوية على صعيد الرواية بقى لأن الرواية محتاجة صنع الرواية محتاجة واحد مهني يقدر زي نجيب محفوظ كده في الكتابة الملحمية اللي حالك ذكرتها على فكرة كبر الكتاب لا دي ربما نختلف فيها شوية مش عارف هيوصل فيها الزكاة الاصطناعية لده ولا لا ولكن ربما الزكاة الاصطناعية على صعيد بقى عمليات نحن شاوزينه يوصل لها بصراحة ما هو هنا أنا فعلا أنا حاسس بكلام حضرتك أنه فعلا في خطورة بشكل أو بآخر شوف التكنولوجيا هتيجي في لحظة بدل ما يبقى عندك يعني اثنين نجيب محفوظ ثلاثة نجيب محفوظ هياخد صيغة نجيب محفوظ ويبدأ هو يكتب بيها لأنه عنده المقدرة على كده صحيح دكتورة مينة عايزة تكتب تقول له أنا ليه كتاب سابق أفكاره كذا وكتابتي كذا خد جزء منها يبدأ يكمل على نفس السنس بتاع الكتابة للآخر ده مدهش رسمتي لوحة جبت لوحة لحد شهير وقلت له عايزة مواصفاتها يبدأ يعملك زيها هنا بنشعر بقى أنه فين الأصل بس خلينا أقول له حقيقة دكتور يعني في الختام لا يصحي إلا الصحيح مهما كانت التكنولوجيا متطورة فأعتقد إحنا عندنا كمان نقاط وعندنا يعني نمتلك من الحس ما يجعلنا نميز والشعر الفصلة ما بين إذا كان هذا العمل هو عمل متعوب فيه فعلا وعمل حقيقي جيد يلقى استحسان ولا هو عمل مسروق أو لجأ إلى الذكاء الاصطناعي والحاجات اللي هي برضو بتيجي بسرعة دايماً بيكون عمرها أيضاً قصير جداً يعني في اليوم العالمي للرواية بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر دكتور شريفة الجايار أستاذ النقد والأدب المقارن وعميد كلية ألسل لجماعة بني سويف شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً مشاهديني إحناسة فقراتنا مستمرة معاكم خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمن باقي حلقين بنصبح على حضرتكم وأهلاً بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية ونبدأ مع الاتحاد المصري لكرة القدم اللي أعلن إسناد طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية وحكم الساحة هيكون أحمد عيسى درويش وهيعونوا كل مننا سبت عبيد وسعيد المرزقي ويحيى الملة حكم رابع وعلى تقنية الفار محمد عبيد خادم وأحمد الراشدي كمان هيدير طاقم تحكيم مصري مباراة المنتخب الإماراتي أمام الكويت واللي هتقام النهاردة الساعة 8 على أستاذ آل مكتوم بنادي النصر في دبي طاقم التحكيم المصري بيتكون من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين وهيساعده سامير جمال وسامي محمد ومحمد عادل حكم رابع الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إسناد إدارة مباراة المنتخب الأولمبي والأردن الودية النهاردة لتعاقم مكون من أحمد الغندور حكم ساحة وهيعون كل من شريف عبد الله وهاني عبد الفتاح ومحمد عباس قبيل حكم رابع المسؤولين في النادي الأهلي قرروا بعد اجتماع بارح مع لجنة التقطيط وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة تعيين محمد شوقي لاعب الفريق الأحمر والمنتخب الوطني السابق نائبا لبدر رجب المدير الفني لقطاع النشئين الدولي المصري محمد النيني أعلن دعمه للقضية الفلسطينية وده عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات اكس وده في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة واللي راح دحياتها المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء كمان أعلن نادي برينجهام سيتي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بشكل رسمي تعيين واين روني المدرب للفريق بعد رحيله عن القيادة الفنية لنادي دي سي يونايتد الأمريكاني ووقع واين روني على عقد مدته ثلاث سنين ونص خلصت نشرتنا الرياضية ومرة تانية نرجع لميناء وأحمد نكمل معهم بإيه فقراتنا النهاردة المنتخب المصري عنده مباراة مع زنبيا في إطار مباريات المنتخب الودية على حامش معسكر الإمارات وفي مباراة تانية يوم الحد الجاي مع منتخب الجزائر بكامل نجول يعني خلينا نتكلم عن تفاصيل أكتر عن مباراة زنبيا وكمان الجزائر المباراة الودية اللي هتلعبها مصر من خلال ضفنا اللي بنوارنا فيه الأستاذ أمير نبيل الناقض الرياضي صحوال خير يا سهزة صباح خير أستاذ أحمد صباح خير أستاذ أحمد وسعيد أننا موجود معكم سهزة أمير يعني خلينا نتكلم على روي فيتوريا في الأول واختياراته في يعني الأسماء اللي هتنضم للمنتخب لمواجهة هذه المباراة الودية تحديدا شايف الاختيارات دي زي يعني طبعا روي فيتوريا كان حريص أن الفترة دي يستفيد منها بأقصد استفادة فترة التواقف دولي دايما بيبقى أي مدير فني حريص أنه هو يجرب أكتر قادرة من العناصر ويمكن من بداية عمله فيتوريا يعني بيدي فرصة للعابين ممكن ما يكونوش يعني في دائرة الضوء بيحاول أن هو يكتشف عن ناصر جديدة يوسع قاعدة الاختيار بالنسبة للجهاز الفني شفنا قايمة 25 لعب الاختيار اللي اختارهم فيتوريا ما نقدرش نقول فيه مفاجئات قوي نفس العدد المحترفين تقريباً اللي موجود يمكن باستثناء غياب محمد شريف لعب الخليج السعود ولعب النادل الأهلي السابق يمكن أيضاً غياب إمام عشور التام استبداله بأحمد حسن كوكا بالإصابة اللي تعرض لها في مباراة الإسماعيدي الأخيرة بخلاف ذلك يمكن نقدر لنهن اختيارات منطقية بالنسبة للجهاز الفني البعض يعني ممكن يتحفز على اسم أو اتنين يمكن بعض يمكن في حراسة المرمى شفنا وجود محمد الشناوي محمد صبحي ومحمد أبو جبل باستثناء الشناوي يمكن الشناوي يمكن محافظ على سببات مستوى بشكل كبير جداً السنواني الآخر ربما يعني كان فيه فترات أفضل فيه فترات سابقة بمستوى أفضل ولكن في النهاية يعني برضو الجهاز الفني بيحسبها بالعناصر المتعودة على أجواء اللعب في المنتخب زي أبو جبل عنده خبرة دولية مش قليلة محمد صبحي أيضاً من العناصر التي تعتبر شابة بالنسبة للمركز حراسة المرمى فبالتالي بيعتمد عليه أنه يبقى موجود حتى لو مش في أفضل حالاته في الفترة الحالية وبالتالي ده ينطبق على كتير من المركز بس دي عادة فيتوريا هو لو مقتنع بلاعب بيقدم له كل الدعم حتى لو لا يلقى الدعم الجماهير قوي على السوشال ميديا يعني زي ما حررت تكلم عن محمد صبحي أعتقد أنه دعمه في الفترة اللي فاتت بشكل ظاهر للجماهير صحيح هو يمكن كان تفسير وده حين عكس تفتكر على اللاعب وعلى المباراة طبعاً يعني هو عندنا مبارتين يمكن زي ما سيداحمد قال مبارتين عندنا الزامبيا ثم الجزائر فبالتالي في فرصة أننا لعب مش هجرب اللاعب في المباراة دي هيبقى عنده فرصة أنه يلعب في المباراة التانية وده أننا تمنناها الحقيقة خاصة مركز حراسة المرمى من المركز الهمة جدا يعني فترة كبيرة من نحتاج أننا يبقى عندنا حارس مستوى ثابت شفنا في كاسة الأم الأفريقية وتقلق محمد أبو جبل بعد إصابة محمد الشيناوي فدي ممكن بتأكد لنا أن فيه برضو خمات جيدة ممكن أفضل في مستويات ومعنى دي الزمالك كان فيه مستويات أفضل من كده لكن هو كان تفسير في طوليا أنه من اللعبة الشابة اللي ممكن يبقى لها مستقبل مع المنتخب هو بشكل عام يحاول أنه ينزل معدل الأعمار بحيث أنه عنده قاعدة اختيار جيدة لأنه هو طبعا الأهداف اللي بالنسبة له كأس العالم وكأس لهم الأفريقية القادمة والمنافسة على البطولات اللي بشارك فيها فبالتالي أفهم من كلام حركة أنه هو حيلعب بقيمتين مثلا النهاردة وواحدة يوم الحد حيجرب الأساسي والاحتياطي في المبارايتين بحيث أن الجميع يبقى جاهز بعد انتهاء المبارايتين هو طبعا مش هتبقى بنسبة مية في المية يعني مش هيلعب ده بتشكيل وده بتشكيل تاني لأن برضه هو يمكن فيه فصل زمني قليل ما بين المبارايتين ده اللي بيخليه شوية حافظ على بعض اللعيبة من الإرهاق وبالتالي ممكن نشوف اللعيبة تبدأ المباراة دي ويعني ممكن ما تكملش أو يعني تاخد جزء من المباراة بحيث أنها تبقى جاهزة للمباراة الأخرى أمام الجزائر وبعض اللعيبة اللي ممكن ما تشاركش النهاردة نشوفها فيه مباراة الجزائر وبالتالي هو ما بيحسبهاش إنه هو ده هيلعب المباراة دي وده هيبقى جاهز للمباراة دي أو اللعب الفلان ممكن يبقى أنسب له مباراة زنبيا أو أنسب مباراة الجزائر هو له أهداف أنه عايز تدوير اللعبين على اللعبين بالضبط كده بحيث أنه يضمن برضو المستوى البدني يبقى مناسب فيه المباراة سيد أمير احنا موجودين في فترة يعني عطلة دولية إيه اللي هدف المرجو بين المباراة الوديتين ما بين مصر وزنبيا ومصر ولكزائر بنشوف كل منتخبات العالم يمكن المغرب بتاخد ودية مع البرازيل في العطلة الدولية السابقة فيه كتير من المنتخبات بتحاول أنها تستفيد من الفترة دي أنها تجرب اللعيبة اللي عندها تجرب العناصر اللي عندها أكيد ما بين قايمة وقايمة ما بين فترة التوقف وفترة توقف أخرى بيبقى فيه تغييرات في القايمة بيبقى فيه لعيبة مستوى ما عنديتها مش أفضل حاجة فيه لعيبة مستوى ما عنديتها بيتطور وبتالي محتاجة فرصة أكبر مع المنتخب كل ده بيبقى على ده الغرض الفني بالنسبة لي فترة العطلة الدولية والمنتخبات اللي هي بتعتمد على اللعيبة بتشوف القاعدة اللي عندك بتشوف العناصر تطمئين علىها بشكل كبير لا يقتصر الأمر على مجرد تدريباتهم عسكر لكن لازم تقود تجربة قوية فنيا تقدر أن تقف على مستوى اللعيبين اللي عندك ده على مستوى الفني على مستوى أيضا يعني خلينا نقول الهدف الأبعد أيضا وهو التصنيف فيما يخص التصنيف الدولي لأنه ورده بفرق معنا شفنا فرق معنا التصنيف الدولي فيما يخص تصفيات كأس العالم الماضية ونحن كنا تصنيف تاني فاقترنا أن نحن نواجه أحد القوى الكبرى ومنتخب السنغالي اللي كان فيه يعني أوج تقلقه فيه الفترة اللي احنا استضمنا بها فبالتالي وجود المنتخب المصري حاليا يمكن كمان قبل القرعة الكاسة أمم الأفريقية القادمة وجوده في التصنيف الأول أعتقد مطالب النوع يحافظ عليه عشان برضو الارتباطات القادمة والاستحقاقات القادمة ووجود المنتخب المصري في يعني مركز أو تصنيف متقدم أعتقد المفروض يبقى وضع طبيعي بالنسبة لتاريخ واسم المنتخب المصري على مستوى القرعة السمراء فبالتالي زي ما بنقول هي أهداف كتير بالنسبة لجهاز الفني من خوض مباريات فرصة احتكاك جيدة أيضا الحفاظ على التصنيف وزيادته أيضا ما أمكن ذلك فيتوريا حريصة على وجود التناغم ووجود الوجوه اللي ما كانش متعود أنها تقوم موجودة في المنتخب يعني حرصوا على ضم كوكا زي حرصوا كمان على ضم مثلا حسين عبد المجيد صحيح إبراهيم عادل بيعيد نفس السيناريو بتاع كيروش لما جاب محمد عبد المنعم هم كلهم حرصين أنهم يبقى عندهم لعيبة بأساميهم هو طبعا دي حاجة جيدة لأي جهاز فني أنه هو بيبقى حريص على أن أنا أكتشف لعيبة في لعيبة يعني ده بيعكس أن أنا كجهاز فني بتابع كل مباراة الدوري يعني ببركس على الأنديا الكبرى لأ أنا بشوف اللعيبة للعناصر اللعندي صحيح أن في بداية موسم دوري دلوقتي ما تدريش تقولي أن في لعيبة يعني عاملة فارق كبير مع أنديتها طبيعي لسه في البدايات لسه يعني الفورمة ما جابتش أو مع بعض اللعيبة أو مع كل الأنديا أو أغلب الأنديا فبالتالي هو بيختار العناصر اللي شايف أن هي الأجهز بالتالي أنا شايف اختيار مثلا أحمد نبيل كوكا يمكن من اللعيبة المبشرة العناصر الصعيدة اللي بتأدي بشكل جيد مدربه فيه النادي مرسل كورور ابتدأ يدي له ثقة بشكل كبير بيشارك بشكل أساسي في بعض المباريات رغم أن خط وصلة النادي الأهلي يضم أسماء كبيرة نتكلم في أليو ديانج في إمام عشور دي أعتقد مش من فراغ وهو دايما بيبقى فيه تنصيق ما بين الأجهزة الفنية للأندية والمنتخابات بشأن التوظيف الأمثل للعيبة يعني ممكن أنا هستفيد منه في مركز يعني نشوفنا النهاردة مثلا على سبيل مثال نيد زمالك كارلوس أسوري أو أخوان كارلوس أسوري مدير فن نيد زمالك بيستعين بأحمد فتوح في وسط الملعب هنا فيتوريا هستعين فيه ممكن بشكل كبير في مركز الظاهير الآيس يعيده لمركز السابق له لكن في النهاية كل مدرب يشوفه في الغرض اللي هو اللي بيخدم على طريقة اللعبة بتاعته ويستفيد من اللعبة أقصى استفادة بيتوريا يمكن الحاجات اللي يعني العجباني شخصيا فيه أنه عنده قابلية وهو ممكن قال ده في المتابرة السعافية عنده قابلية ليضم أي عنصر يتقلق أو يزبط نفسه مع نادي عنده روى من روى المرونة يعني بس بما حضرت يعني بما حضرت يعني بما حضرت بتتكلم على فكرة الاستفادة المثلة من اللعبين فشايف التشكيل إزاي المتوقع اللي ممكن يلعب بي فيتوريا في مبارات زنبيا يعني طبعا لا خلاف عليه أن محمد الشيناوي أعتقد هيبقى الخيار الأول في حراسة المرمى ممكن في الرباع الدفاعي ممكن أعتقد أن أحمد فتوح سيكون الخيار الأول طبعا بديله محمد حمدي أيضا لعب مميز في قدم مميزة جدا مع بيرامدز ولكن أعتقد أن أحمد فتوح قد يكون الخيار الأمثل بيمر بفترة فنية جيدة بعد عضواتهم للإصابة محمد عبد المنعم أيضا من العناصر الأساسية مع الناد الأهلي أو مع المنتخب قدم سابة أقدامه بشكل كبير جدا أيضا ممكن يكون علي جبر أو أحمد سامي أحد السنائي بيرامدز ممكن يكون موجود أعتقد علي جبر قد يكون أيضا له فرصة في المشاركة وأيضا محمد هاني ظهير الأيمن للناد الأهلي اللي برضو بيقدم مستوىات جيدة في الفترة الأخيرة مران عطية في وسط الملعب إلى جانب أيضا وجود محمد النني أو طارق حامد أحدهما في خط الوسط وجود أيضا أحمد سيد زيز وأعتقد سيبقى له دور في خط الوسط الهجومي السلاسي الهجومي أيضا محمد صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد أعتقد هذا المثلث الأقرب لقيادة هجوب المنتخب أمام زامبيا النهاردة وزي ما قلت أنه برضو سيبقى حريص في توريا على أنه يستفيد من كل الأناصر الموجودة في القائمة نتكلم في 25 لعب هو عايز يستفيد من اللعبة في المباراة بحيث أنه توزيع المهام والأدوار والدقائق اللعبة بين اللاعبين مثل أنه برضو مباراة الجزائر أكيد على قدر كبير من الأهمية لا تقل أهمية من مباراة زامبيا بالتأكيد يعني دربي عربي كبير وبالتالي لازم برضو النتيجة تبقى على قدر التطلعات بعد اللي شفنا المران بتاع المبارح نقدر نقول أن المنتخب المصري كامل العدد ما شاء الله هو طبعا كامل عدد بشكل كبير يمكن بس عمر مرموش قد يكون يعني ليس في أفضل مستوى منها جهازية ولكن العناصر الموجودة بس هي أصابة بسيطة في مباراتهم الأحد اللي فات لكن أعتقد أنها ممكن يتعافى وإن كان لم يعني مش حيلح المباراتين دول يعني حتى لو ما نحيش مبارات زامبية ممكن يبقى جهاز المبارات الجزائر طبعا هو جهاز الفني يعني بيقيم الخيارات اللي عنده وفقا للحالة البدنية والحالة الفنية للعيبة قبل المبارات فبالتالي الحداشر اللي يختارهم النهاردة أكيد هو واثق أن هم الأكثر جاهزية أو اللي هم الأنسب كمان للمبارات طبيعة المنافس منتخب زامبية برضو خلينا نقول أن هم من المنتخبات الجيدة اللي اقتطار بشكل كبير في الكرة الأفريقية بفترة الأخيرة لا ننسى أنه بطل أفريقيا في 2013 فبالتالي يعني عنده من الخبرات في بعض وبعض اللعيبة يمكن المميزة في الهجوم تحديدا يمكن منهم فاشن سكالة لعب الفايحة السعودي ده لعب مميز جدا وحريف فممكن يبقى مصدر إزعاج للدفاع للمتخب المصري وأيضا فاتسون ده كلعب من اللعيبة المميزة وكلاوت شامع يمكن لعب سنبا التنزاني اللي بستعد أيضا لمواجهة النادي الأهلي فيه بطولة السوبرليج الأفريقي وسبق لون مواجهة عندها مصر كتير طيب النهاردة مساء هيكون فيه برضو حدث من الأحداث الهمة وهو أرعة نهائي بطولة أفريقيا 2023 توقعتك ايه للأرعة دي تحديدا مع وجود مصر طبعا في التصنيف الأول طبعا من حاجة جيدة للمنتخب المصري وجوده في التصنيف الأول على رأس مجموعة يعني برضو بنذكر المشاهدين بالتصنيف الأول أو المنتخبات الموجودة فيه المنتخب المصري لجنب تونس والجزائر والمغرب وكوديفور والسنغال كوديفور منتخب البلد الماضيف موجود أيضا في التصنيف الأول ولكن طبعا بلا شك يبقى فيه صدام قوي مع أحد المنتخبات أو إحدى القوى الكبرى في الكرة الأفريقية لأن التصنيف الثاني بيضم منتخبات زي الكاميرو النجيريا غانا بوركينا فاسو ومالي أعتقد كل دي منتخبات حتى التصنيف الثالث أيضا فيه منتخب زي جنوب أفريقيا بتطور بشكل كبير في الكرة الأفريقية منتخب زي غينية أعتقد هيبقى فيه توازم بشكل كبير منتخب مصر شاهدنا أنه كان وصيف النسخة اللي فاتت وكان قريب من أنه يحقق لقب البطولة بعد غياب طويل لكن بينافس دائما على البطولة دائما تطلعاته إلى بعد دور المجموعة فبالتالي دور المجموعة هتبقى محطة بالنسبة للمنتخب لكن يهمنا طبعا إن شاء الله أنها تكون مجموعة جيدة ومتوازنة بالنسبة للمنتخب الوطني وأنه مبقى شيء مشاكل بالنسبة لنا في المنافسات طيب اللي حيحصل النهاردة نحن عارفين أن الكورة جوان بس برصيد حيطه شرفوز وستة هزائم بس الطريق بينحاز للمصر قدام منتخب زنبي النهاردة اليوم حيبقى ماشي يعني أعتقد أن فيتوريا بقدر ما هو سجله جيد جدا مع المنتخب الوطني بس إثناء الخسارة الأخيرة أمام تونس اللي هو كان منزعج جدا منها بسبب أنه عايز يحافظ على سجل الانتصارات بتاعه شايف أنه حرم من بعض اللاعبية بسبب يعني قصة غياب لعبي الأهلي والفترة يعني الجدر اللي كان فيه ذلك الوقت ولكن أعتقد هو حتى رغم الكلام وأنه كان عايز وقت أطول للاستعداد لمباراتي زنبيا وجزار لكن أعتقد أنه هكون هدفه الأول تحقيق الفوز وفوز مخنع بالنسبة لجمال المصرية يستعيد بيه الثقة مرة أخرى ويقدم كرة جيدة من المتعودين عليها في الفترة الأخيرة بالنسبة لمنتخب الوطني أعتقد أنه يبقى الفوز حليف منتخبنا الوطني بإذن الله تعالى نبعد عن المنتخبات والروح للدوري المصري أهلي وزمالك وبرمد وفيوتشر ويحنا في حال التوقف للدوري هل شايف أن الأندية الكبرى أصبحت موجودة في الصدراء وبتنافس تقدر تستغل هذا التوقف علشان نشوف رجوع بشكل مختلف خلينا نكلم عن الزمالك تحديدا يعني طبعا سؤال مهم بالنسبة نادي الزمالك أو بالنسبة الأندية بشكل عام في فترة التوقف يعني خلينا نقول برضو أن في بعض الأندية بتحرم من لعبيها في فترة التوقف يمكن من حسن حظ نادي الزمالك أنه ما عندهوش خيابات دولية كتير نتكلم فيه محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو على مستوى المنتخب الأول بالإضافة للعبي المنتخب الأولمبي لكن الحالة الفنية نادي الزمالك يعني ليست فيه أفضل الأحوال لكن في النهاية قدر يستطيع حقق الفوز على البنك الأهلي فيه الموراة اللي فاتت كان مهم جدا أنه حقق انتصار لأن طبعا الفترة اللي فاتت على مستوى الدوري تحديدا حقق تعدلين فبالتالي مش أفضل بداية بالتالي المطالب أنه يقدر حقق النتائج أو انتصارات في الدوري تجعله حتى على الموجود فيه يعني ركب الصدار أو المنافسة على قمة الترتيب أعتقد أنها فرصة جيدة من نسبة لي إخوان كارلس أسوريو ليه بقول كده كمان لأن يمكن بيعاب على أسوريو وجهز الفنية للزمالك أنه بدأ فترة فترة استعداد ما كانتش كافية بالشكل المناسب أن أنت تقدر تحقق انطلاقها جيدة حتى على مستوى البدري بنشوف برضو فيه لسه مش في أفضل حالات بالنسبة لأغلب اللاعبين ده برضو ينطبق على كتير من الأندية اللي بدايتها ما كانتش جيدة على مستوى الدوري وما حققتش نتائج مميزة فترة يعني إعادة ترتيب الأوراق بالنسبة لكتير من أجهزة الفنية يمكن شوفنا فيه برضو بعض الأجهزة بعض الأندية بتبدأ تغييرات فنية مبكرة يمكن شوفنا مورو برون روماو المدير الفني ليه فاركو بيرحل وتعيين كابتن خالد جلال بديلا لوفة بالتالي يمكن هنشوف الفترة اللي جاية أعتقد مستوى أفضل فيما بعد فترة التوقف الدولي أكيد طيب احنا قلنا النهاردة إن شاء الله نتعشى بأن الفوز يكون من نصيب المنتخب المصري هنتكلم أكيد في المرات اللي جاية عن إيه اللي حيحصل كمان يوم الحد اللي جاي بطولة مسغرة بنفس فيها فيتوريا اليومين دول قبل التصفيات أعتقد أنها كان محاولة لوجود مباراة قوية لرافع الاستعداد عن المنتخب المصري بنسعد بوجودك دايما معنا النقد الرياضي الأستاذ أمين نبيل نورتانا أستاذ أمين شكرا شكرا دلوقتي معنا مع موجز لأهم علماء التساعة صباحا اتفضل شكرا لك أحمد التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش منجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أميني عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطينية والإسرائيلية وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الجانبين استعرض الاتصالات والتحركات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي للحث على استعادة التهدئة وخفض التوتر مؤكدين أهمية تجنب توسيع دائرة الصراع وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية لحماية المدنيين ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في هذا السياق تقدم الأمين العام بالشكر للرئيس السيسي على الجهود التي تقوم بها مصر ودورها المقدر على صعيد بذل المساعي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أكد البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التدعية الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده كما أكد على العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك وذلك تنفيذا للقانون الدولي وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطر التساعد ومات العنف قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيكتمع مع العاهل الأردني الملك عبدالله في عمان اليوم وأضف الشيخ أن الرئيس عباس سيكتمع أيضا مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين غدا الجمعة أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 15 مواطنا وإصابة العشرات في قصف الاحتدال لمنزل في شمال قطاع غزة إلى هذا أعلنت وزارة السحر الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 1200 شهيد و5600 مصاب فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيد و152 مصاب من بينهم نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد نفادي امدادات الوقود نتيجة التصعيد المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان رئيس سلطة الطاقة في غزة قد أشار في وقت سابق إلى أن توقف محطة توليد الكهرباء سيتسبب في إغراق القطاع في ظلام دامس وتوقف جميع الخدمات الإنسانية بما في ذلك المستشفيات وجميع المرافق الصحية على أثره قالت قالت سلطات الفلسطينية أن الضربات الإسرائيلية دمرت حتى الآن أكثر من 22 600 وحدة سكنية وعشر منشآت صحية الحقت أضررا بما يصل إلى 48 مدرسة من جهة أخرى أكد وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنصق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفث أن حجم وسرعة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر تقشعر له الأبدان داعيا إلى احترام قوانين الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والبناء التحتية المدنية أطلق برنامج الأغذية العالمية عملية طور لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية وبحسب بمركز إعلام الأمم المتحدة داع البرنامج إلى إقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعانات والمساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفير ممر آمن دون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية رياضيا يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظره الزنبي والدي اليوم الخميس في السبعة مساء على استادها زعب زايد بالإمارات وذلك ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم إفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعين ومنتخب الجزائر يوم 16 من الشهر الحالي المقرر 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 هي الأولى بالنسبة للدولة المصرية علشان كده بنتكلم وبنكثف الحديث عن ما يحدث وما يدور في الأراضي الفلسطينية وانعكاس ذلك أيضا على الأمن القومي المصري لأننا عارفين أن فلسطين هي أمن مباشر للأمن القومي المصري وعلشان كده دائما نرى الجهود المصرية الحديثة الموجودة بشكل مباشر سواء كان في مساعدات بتقدم سواء كان أيضا في الحديث في كل المحافل الدولية عن القضية الفلسطينية لأنها قضية مصر الأولى وأولوية من أولويات مصر ومصر يعني بتسعى سواء كان إقليميا أو دوليا لوقف الاعتداء حقنا لدماء الشعب الفلسطيني أكيد عبدالصامد خلينا نتكلم مشاهدينا بتفاصيل أكتر عن الدعم المصري للقضية الفلسطينية ليه مصر بترفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية من خلال المخطط اللي بيدفع أو بيتم الدفع فيه اتجاه نزوح وتوصين أهالي غزة خارج أراضيهم إحنا بنسعد بوجود النائب أحمد مقلد عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب حكلمنا بتفاصيل أكتر عن الموضوع ده أهلا وسهلا بحضرتك بداية كده لما يجي نتكلم عن جهود مستمرة قامت بها الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت وكانت شديدة التكثيف علشان وقف العدوان على غزة حضرتك شايف إيه اللي حصل فيك خليني أقول لحضرتك الدولة الوطنية المصرية لديها بصلة واضحة في دعم القضية الفلسطينية منذ ميلادها يعني على مدار عقود ومنذ ميلاد تلك القضية كانت الدولة الوطنية المصرية حاضرة في كل مشهد داعمة لأشقاءنا الفلسطينيين في العصر الحديث معظم الحروب اللي خضتها الدولة الوطنية المصرية كانت داعمة لتلك القضية خلال الفترة الأخية كل الجهود القائمة لدعم أشقاءنا الفلسطينيين بيتم بزلها سواء على المستوى السياسي أو المستوى الأمني أو المستوى الإغاسي وده اللي بيتم التحديله في الوقت الحالي من قلال التحالف الوطني بعد دعمة السيد الرئيس التحالف بعمل قافلة هي الأكبر لدعم أشقاءنا في فلسطين سواء على المستوى الطبي سواء كان على المستوى الإنساني سواء على المستوى الغذائي كافة الجهود بيتم بزلها في التوقيت الحالي لدعم القضية الفلسطينية حتى أن الخط السياسي للدولة الوطنية المصرية هو خط عاقل في زمن غاب فيه العقل بشكل كبير النهاردة الدولة الوطنية المصرية بتقوم بأن الحل العادل لتلك القضية وأن تكون للدولة الفلسطينيين دولة ذات السيادة على حدود 4 يونيو سنة 1967 بالإضافة إلى حق العودة للاجئين وأن تكون تلك الدولة عاصمتها القدس الشرقية أي أمر بعيد عن تلك البصلة هو مهدئات ومسكنات قابل للتفاقم طول الوقت ونحن النهاردة في مشهد من مشاهد التفاقم بالعدوان الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي على أشقاءنا الفلسطينيين طيب سيادة ناب نحن نتكلم عن عضو في لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وأيضا عضو في تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين يعني من نتحدث عن سياسي مخاطرة كيف ترى وتتابع ما يتم الترويج لي مع تفاقم الأمر في الأراضي المحتلة تحديدا نتكلم على خمس أيام على التوالي وجدنا حديث على مواقع تواصل الاجتماعي وبكثرة ولجان إلكترونية فاعلة تتحدث عن التوطين خارج قطاع غزة وخلينا نتكلم التوطين هيكون في سيناء وكان فيه إشارة صريحة ده ويمكن كان فيه إعلان واضح وصريح من الدولة المصرية أن ده مش هيحصل ومش هنفر في شبري تاني من الأراضي السينوية تحديدا ولكن الحديث الآن أصبح للمواقع العبرية والسوشال ميديا العبرية تتحدث عن ذلك وتقول صراحة التوطين مقابل إسقاط الديون خليني أقول لحضرتك يعني في البداية النهاردة إحنا أمام قوات احتلال ودولة احتلال وفقا للقانون الدولي الإنساني وأمام شعب أعزل بيتم يعني أنا أقدر أقول الجرائم اللي بتحصل في فلسطين في الوقت الحالي طرقة إلى جرائم الإبادة العرقية موقفنا وموقف الفلسطينيين وموقف الشعوب العربية واضح في هذه الأمور لا يجب أن يتم التفريط في شبرة أرض واحد لما نيجي نتحدث عن القضية الفلسطينية تاريخيا هنكتشف أن الأهم نقطتين وأنا أشارت لهم في البداية هو حق عودة اللاجئين وإقامة دولة للفلسطينيين هي عملية اللجوء حصلت إزاي حصلت بضربات بالشكل اللي احنا شفناها في الوقت الحالي ثم تغربات فلسطينية إلى الدول المجاورة أنا براهن أولا على وعي الأشقاءنا في فلسطين في عدم التفريط وعدم قبولهم لتهجرهم من منازلهم مرة أخرى ومن أراضينا في المحتلة مرة أخرى وفي نفس التوقيت في وعي كامل من الدولة الوطنية المصرية لكافة المخططات والتحديات واللي كانت تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين كاشفة لها مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل مصر لن تفرد في أمنها القومي على المستوى العربي وأمنها القومي الداخلي أعتقد أننا في التوقيت الحالي يجب أن يتسم العالم أجمع لأننا شفت عدد من البيانات استغربتها وعلى رصها بالمناسبة بيان الاتحاد الأوروبي وأنا مستعجب من تصرفاته خلال الفترة الماضية سواء على الدول العربية سواء فلسطين سواء على الداخل المصر اللي هو بأي دولة احتلال في مواجهة شعب أعزل وبيقول أن الدولة دي اللي عندها القدرات العسكرية الشاملة وبتقوم بتضرب أشققنا الفلسطينيين العزل في التوقيت الحالي بتعتبر أن هم دول بيدفعوا عن نفسهم في مبادئ قانونية في مبادئ إنسانية غيبة عن القضية الفلسطينية وأعتقد أن القضية الفلسطينية نحن النهاردة سنة 2023 هي قضية الاحتلال المصارى خلال تلك الفترة الزمنية ويجب أن العالم كله يتم وقفة حقيقية لحل تلك المشكلة مش معقول ومش مقبول أن نحن النهاردة في 2023 ولسه بنشوف المشاهد اللي بنشوفها من سنة 1948 ده مش موجود في أي قضية في العالم كله الدولة الوطنية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعية جيدة للتحديات وأتمنى أن الناس يستمعوا مرة أخرى أبطالت مخطط صفقة القرن أتمنى أن هم يستمعوا مرة أخرى تصريحات السيدة الرئيس الجمهورية اللي حملت معاني كثيرا في هذا الأمر بأنه لا تفريط في الأمن القومي المصري ولا تفريط في أي شبه من الأراضي المصرية ولا نسمح بي أن تكون تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية أو الدولة العربية يجب أننا كلنا يكون عندنا الحد الأدنى من المعرفة بتلك القضية وعلى العالم أن يتحلق بالحد الأدنى من الحيادية وعدم تسييس القضايا وعدم الكلب مكياليم في النظر في تلك القضية وبالتبعية أنت ما تقدرش النهاردة تقول على شعب أعزل شعب بيواجه هذا الظلم وهذا العدوان أنه هو المعتدي لا العالم كله والقوانين الدولية والقوانين اللي صدرت والمعاهدات اللي صدرت من الأمم المتحدة بتدي للشعوب اللي بتقع تحت وقت الاحتلال الحق في الدفاع عن نفسها وبترفض أي ممارسات عدوان من أي دولة أي ما يكون تحديد المراكز القانونية هنا يجب أن يكون واضح للجميع دولة احتلال شعب محتل دولة بتقوم بكل الممارسات اللي فيها ضرب وإهانة واعتداء وجرائم طرقة للإبادة العرقية ده حتى احترام الأديان سواء الإسلام أو المسيحية لم يعني يسلم من هذا الأمر وشفنا الممارسات الإسرائيلية وهي بتعتدي على المصلين المسيحيين والمصلين المسلمين ودخول مسجد الأقصى فبالتبعية يعني إحنا منتظرين إيه من دولة احتلال بتقوم بكل تلك الممارسات ومتخيلة اللي هي هتحل الموضوع بزيادة وطقة العدوان على الشعب الفلسطيني وإجبارهم على النزوح وأنا في تأديل الشعب الفلسطيني هيصمت في مواقعه ولن يسمح بتغريبة فلسطينية أخرى ولن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه والدولة الوطنية المصرية وعي لهذا الأمر وبتقوم بكل أدوارها في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني إحنا شايفين جهود الدولة المصرية في استمرار المساعي والوساطات الدولية ودخول أطراف دولية متزنة للحث على تهديئة الأوضاع بالإضافة مش بس لكده إحنا عايزين نعرف إذا لقدر الله هذا الوضع استمر عواقبه هتكون عاملة إزاي إذا لم يتم تهديئة الأوضاع الأمور هتكون مش هزئة عواقب وخيمة ومش بس على الدولة الوطنية المصرية على الأمن القومي العربي بالكامل وعلى السلم الدولي بشكل عام يجب أن يقف العالم أمام الممارسات الإسرائيلية ممارسة جدا الدولة الوطنية المصرية في الحقيقة بتبزي الجهود جبارة على كل المستويات يعني خلال الأعوام الماضية سواء في إعادة أعمار غزة 500 مليون دولار النهاردة إسرائيل بتقصف كل الجهود اللي تمت في إعادة الإعمار محاولات الدولة الوطنية المصرية لإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية واجتماعات مستمرة مؤسسات الدولة الوطنية المصرية بتقوم بيها تمام بتوجيهات من السيدة الرئيسة عبد الفتاح السيسي جهود على مستوى الإغاثة إغاثات مستمرة لأشقائنا في فلسطين لكن احنا عملين بنبز الجهود لكن إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي بممارساته دي بيهدر كل الجهود الممكنة والغير ممكنة لأنك انت بتبني النهاردة هم تاني يوم مستقرين على ممارسات عاف عليها الزمن سؤال دوليا لماذا لا يجرم هذا أو لماذا لا يتم إدانة تسييس القضايا يعني أنا استغربت من بيان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية يا سيدي الفاضل أنت أمام دولة احتلال وأمام شعب محتل هل تعتبر دفاع الشعوب المحتلة عن نفسها دي جريمة وتروا في نفس الوقت تؤيد دولة بتقوم بأدوان على شعب أعزل بها بكل تلك الهامجية اللي احنا شايفنا أعتقد حتى في الأمر ده مش كاشف لأمور كتير منها أسطورة العالم الحر أي حرية تمام يمكن وإن حضراتك لك خلفية قانونية دايما بيكون رد الفعل لابد أن يكون متناسب مع الفعل أنت النهاردة حتى لو بتفرض أن ما حدث هو يعني عدوان وإن كان هو دفاعا أراضي احتل لها العدو بأدوات وآليات رد الفعل أجبر بكثير سؤالي هنا ليه ما بيتمش معاقبة الدولة يعني نتكلم على إسرائيل تحديدا بقانون الإنس حول الإنسان كين حول الإنس أين حقوق الإنسان الذين يعني يصدعون طيلة الأعوام الماضية وأمريكا ذات نفسها خلاص وتدخل في السيادة للدول بتحت إسم أو شعار حقوق الإنسان واليوم هي من تنتهج حقوق الإنسان قانون الدول الإنساني واضع لكن تطبيق القانون الدولي الإنساني أصبح مسيس المجتمع الدولي بشكل أو بآخر بينظر إلى تلك القضايا من باب مصالحه الخاصة ومش من باب الإنسانية ومش من باب حرية الاختيار الخاصة بالشعوب يعني ده أصبح أمر مكشوف جدا لما تجد النهارده الاتحاد الأوروبي بيصدر بيان بيؤيد فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وبيعتبرهم دفاع عن النفس وسائب الشعب الفلسطيني اللي على عشرات السنين محاصر وبيتم تجويةه وبيتم اغتيال أبناء وبيتم تهجرهم من بيوتهم أني مساواة أو أني عدل أو أني حرية يتحدثون عنها الحقيقة كم قرار دولي وكم قرار أممي صدروا لحقوق الشعب الفلسطيني وإيه يوني تنفيذ فين التطبيق فين يعني العديد من الأمور النهارده العالم على مسمع ومرأة منه بيتم إبادة عرقية بيتم إهادنة مقدسات بيتم تهجير قصري للشعب الفلسطيني أتمنى أن يصدر بيان واحد من البيانات اللي بتصدر والمؤسسات دي بهذا الشكل فقدت حايداتها والمواقف السياسية بتاعتهم وضحت أنها مواقف مسيسة يعني بتقرق وفقا لخريطة مصالحهم لكننا أمريكا نفسها قدت ميزانية مفتوحة لمسندة إسرائيل أمريكا قدت تلك الميزانية عدد من الدول الأوروبية بيؤمو ساند وتضامن بالمسندة صحيح الاتحاد الأوروبي أصدر بيان للدعم والمسندة وهو لكن ده كاشف خليني أرجع تاني وأقول ده أمر كاشف أن تلك الأمور أصبحت بعيدا عن مبادئ العدالة والمساواة والحرية اللي بيتشدقوا بيها طول الوقت وهم بيتناولوا الشؤون العربية تحديدا سواء الدول العربية حتى شأن الداخل المصري لم يسلم منهم وبالتبعية إحنا النهاردة أمام موقف الدولة الوطنية من الدول في مقدمة الدول اللي ليها موقف سابت وراسخ وأنا أدري أقول إحنا بس مش من أوائل الدول وفي مقدمة الدول إحنا حملنا هم تلك القضية منذ ميلاد يعني أنفقنا دم وأنفقنا من اقتصادنا وخذنا أغلب حروبنا بسببها وحتى التوقيت الحالي إحنا بنشيل همه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني ومستمرين في هذا الأمر وعمرنا ما هنكل من دعم أشقائنا الفلسطينيين دولة الوطنية المصرية يعني في ظروفنا الاقتصادية الحالية خرجنا 500 مليون دولار عايز أكلمك في النقطة دي ستنائي الدولة المصرية حريصة على إليها تشتغل في المصارات المختلفة في نفس الوقت وبشكل على التوازي بحيث أنها تبقى في نتيجة سريعة على أكثر من مصر حرص القيادة السياسية المصرية على توصيل مساعدات إنسانية لأهالينا في غزة الهدف منه إنساني أكثر من أنه هو أي شيء توصيل مساعدات تخفيف وطقة الحصار الشديد وتخفيف أثار القصف اللي بيتعرض للأهالي في غزة بالجانب للموقف السياسي والدولي والاتفاقات والمباحثات اللي بتحصل ده ممكن يعدل المصار شوية ده ممكن يخفف وطقة الحصار شوية على أهالينا ويخليهم يحسوا أنه في نوع من أنواع الدعم الشديد بيحصل لحظيا بجانب الاتفاقات دولة الوطنية المصرية منذ اللحظات الأولى طول الوقت فيه أي مشكلة بيقع فيها وبيقع فيها أشقاءنا الفلسطينيين خلينا أقول لحضرتك في التوقيت الحالي أهالي جهود إغاسة لكن الرشدة الوحيدة هي رشدة التي أعلنها رئيس عبد الفتاح السيسي أي أمر غير حل الدولتين وحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم تمام كلها مسكنات تمام وكلها هتجد في توقيت من الآخر من الحين للآخر انفجارات من حق الفلسطينيين أن هما يبقى عندهم دولة ذاتة سيادة على حدود 4 يونيو سنة 67 وده مش بس رأي الدولة الوطنية المصرية ده كل القرارات الأممية اللي صدرت في هذا الشأن صدرت معبرة عن هذا الموقف حتى هذا الحين هتفضل تحصل اشتباكات وانفجارات وبيتخيل البعض هاجه على المقولة اللي حضرتك أشارت ديها في بداية الحلقة واللي مسؤولين إسرائيليين هم متخيلين أن المسكنات دي هيوصلوا في يوم من الأيام إلى تصفية القضية الفلسطينية بتهجرهم سواء في سيناء أو وضع سيناء وهاب مديلة ده لن يحدث لأن الشعب الفلسطيني وعي لهذا الأمر الدولة المصرية وعي جدا بمؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الأمر تمام فمحدش هيسمح بتصفية القضية تلك التصفية اللي البعض بيتخيلها الفلسطينيين اللي لهم حقوق وحقوق مشروعة رسخت على مدار عشرات السنوات لن يتم إهضارها ولن يسمح أحد بإهضارها مدام الدولة الوطنية المصرية على سدة قيادتها رجل مثل رئيس عبد الفتاح السيسي ووجود وعي لدى الشعب الفلسطيني بأنهم لن يسمحوا بتغريبة فلسطينية أخرى وتهجير مرة أخرى وإضافة أعداد مرة أخرى لمن يتم من لهم حق العودة لأراضيها يمكن تبعنا على الأيام الخامسة الماضية التصعيد والتصعيد ده كان بيقبل اتصالات مكثفة كل الدول العربية وكل من يرى بأن ذلك عدوان يقع على الشعب الفلسطيني كان جهة التنصيق الوحيدة له هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيد الرئيسي وده بيؤكد أن مصر هي رمانة الميزان الفاعل في حل القضية الفلسطينية مصر هي الوحيدة اللي عندها رشدة الحال ومصر فهمة جيدا بتسعى إلى إيه لو شفت السنوات الأخيرة الماضية عادة أحياء منظمة التحيير وجمع الفصائل مرة أخرى تحت تلك المظلة هما الدولة الوطنية عايزة تجد صوت واحد للقضية الفلسطينية من ناحية وده مبدأ نحسات النائب دايما بيكون الدبلوماسية المصرية عندها ركائز يمكن أهم ركيزة بترتكز عليها هو الدول ذات الصراع الداخلي لابد أن يكون الحلول فيها نابع من أبناء الدول نفسها صحيح ومن أبنائها ويجب تجميع الصوت الفلسطيني مرة أخرى وعلشان كده بزلت الدولة الوطنية المصرية ومؤسساتها هذا الجهد الكبير لي إعادة لملامة شتات الفلسطينيين وإعادة إحياء وبعث منظمة التحيير الفلسطينية لتكون هي المتحدث وهي الجالسة على طولة المفاوضات مرة أخرى في أي مفاوضات مع إسرائيل أيما يكون شكلها سنائية سلسية غيرها من التدخلات الدولية في حل هذه المسألة لكن الدولة الوطنية المصرية بتقوم بسياسة عقلة جدا ومتزنة جدا وعشيدة جدا ولا تهدف في هذا الأمر سوى المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني بكل المقاييس يعني طيب نقدر نقول الاستمرار في السعي والاستمرار في يعني الثبات على الموقف سواء من الجانب المصري طبعا في أنه لا مساس بالسيادة الوطنية المصرية وطبعا الاستمرار فيه الثبات من جانب الأشقاء الفلسطينيين ده ممكن يؤدي لمزيد من الضغط على المجتمع الدولي بأنه عبق والله عبق اتقلت على مضايا عشرات السنين وتقلت في في أوضاع كتير قوي لكن يعني بالبلدي كده خليهم يفضحوا نفسهم كمان الناس بتيجي تسمع شوية تقارير على بعض الدول العربية وتقولك ده الاتحاد الأوروبي قال طب يا سيدي انت شايف الاتحاد الأوروبي بيعمل في فلسطيني الدولة الفلانية قالت طب ما الدولة الفلانية شاركت ازاي في بعض المشاكل اللي في الدول العربية المجاورة تمام هل في الآخر ده صوت حر هل ده الصوت اللي بترتضيه كصوت حيادي ما اعتقدش واعتقد ان وعي الدولة الوطنية المصرية وعي الشعب المصري خلال الفترة الأخية تحديدا ارتفع جدا لما بيشوف دون اعتبار اي مصلحة او دون اعتبار اي انسانية او دون اعتبار اي عاجة غير مصلحته هو وغير الامور التي يرتضيها اللي هو تكون بالنسبة لي هدف استراتيجي لدول صحيح يعني ختاما نقدر نقول ان مصر لن تتخلى ولم تتخلى ابدا عن قضيتها الأولى وهي القضية الفلسطينية والأيام بتأكد ده بترجمة حرفية بتحصل على أرض الواقع لان حاليا بيتم التنصيق لفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات زي ما حقاك قلت التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بيعد لقافلة هي الأجبر لإصال هذه المساعدات ان اهلنا واشققنا عدد من المرتكزات الرئيسية لن نحيد عنها دعم اشققنا في فلسطين بكل السبل واعتقد انه هارده بنعمل الدعم الاغاسي من خلال التحالف الوطني بتوجهات من السيد رئيسي الجمهوري وجود حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية قايم على حل الدولتين هو الحل الوحيد لهذا الأمر صحيح على العالم الحر اللي هو يقف قدام نفسه او اللي بيدعي على نفسه انه هو حر يقف قدام نفسه في مواقفه في القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا انا واثق ان احنا هنعبر بالأزمة دي لان الامن القومي المصري كما تفضل السيدة الرئيس خط أحمر الامن القومي العربي خط أحمر وفي الحقيقة ثقة الكاملة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلفيته في هذا الأمر واضحة جدا وكاشفة جدا على مقاومات ان الامن القومي يعني انا مطمئن النهاردة صحيح واكد بحديثة على حضرتك برضو ان لا استباحة للأراضي المصرية والامن القومي المصري دائما ما يكون خط أحمر وهنا مش بنقول بس الأمن القومي المصري احنا بنتكلم الامن القومي العربي لان الامن القومي العربي هو من الامن القومي المصري ده خط فاصل لدى كل مؤسسات الدولة الوطنية المصرية وأبناء وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ابن تلك المؤسسات نعم بنشكرك سيدنايب أحمد مقند عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب في لجنة الشؤون العربية في المجلس شكرا أوجدك معنا شكرا لحضرت شكرا لحضرت مشاهدين احنا سمستمرين معاكم خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل بقية حلقات أهلا بحضرتكم كتير مننا بيسمع عن الأنيميا أو ما يسمى بفقر الدم خصوصا أن طبعا بيبقى مشكلة صحية ضارة خصوصا عند الأطفال وبيأثر على النمو بالكامل وعلى تطور الدهن وعلى تطور البدن يمكن عشان كده سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي طرح مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا لطلاب المدارس وإحنا شايفينها موجودة في المدرسة بحية مننا يمكن كمان كانت مبادرة كاشفة لأن قالت لنا أنكي ناس كتير قوي عندها مرض فقر الدم أو الأنيميا وعايشين به دون أن يشعر عشان كده إحنا مخصصين هذه الفقرة عشان نتكلم إزاي نكتشف يعني إذا كان الطفل أو الفرد عنده أنيميا ولا لأ وإيه اللي لازم يعمله علشان يقي نفسه من خطورة اللي هي تنزل لأرقام قد تؤدي إلى مشاكل صحية لقدر الله نتكلم بتفصيل أكتر عن مرض الأنيميا وفقر الدم من خلال ضفنا الدكتور أحسين همام استشاري أمراض الدم صباح الخير يا دكتور صباح أمور أرسال دكتور عوزين الأول نعرف للناس إيه هو مرض الأنيميا أو فقر الدم وهل هو مرض فعلا؟ الأنيميا هو مرض يعني يؤدي إلى أعراض ولكن الأنيميا في حد ذاتها هي عرض لمرض آخر سبب الأنيميا يعني في حاجة عندي ضعف أو نقص أو مشكلة صحية معي عندي قدت إلى نقص في عدد كرات الدم الحمراء وبالتالي قدت إلى أنيميا لأن الأنيميا ليست في حد ذاتها مرض إنما هي عرض لأمراض كتير مختلفة قد تكون لها أسباب مختلفة وكل نوع من أنواع الأنيميا أو سبب من الأسباب الأنيميا لها وعلاج مختلف عن الآخر فعشان كده من المهم جدا إننا لما أكتشف أني عندي أنيميا أتوجه لدكتور المتخصص أمراض الدم مش نعرف السبب الأنيميا مش الموضوع أخذ شوات فيتامينات وزي ما تقريبا الناس العامة بيحاولوا يعملوا كده لكن لا الأنيميا لازم نكتشف سببها الأول عشان نقدر نعليجها عشان تقتفي أعراضها هي بقى كمرض نفسها آه هي مرض لأنها تؤدي إلى أعراض في الأعراض الأنيميا الدخة والضعف العام والزغلالة والسرعة في ضربات القلب وتسقط الشعر وعدم نظارة أحيانا في البشرة والشحوب وشعر بالبرد في الإيديين وفي الرجلين الأطراف بنبقى حاسين أنها بردة بالزبط طيب دكتور يعني إحنا متخيلين أنه المشكلة بتبقى بسبب التغذية مثلا أو شيئ ما لكن منلاقي الطفل اللي إحنا عارفين أنه لسه مولود بياخد كل حاجاته غذائية من والدته حتى وإن كان هي عندها مشاكل غذائية ولكن هو مفروض أنه بيبقى سليم تماما منلاقي في بعض الأطفال وهي بتعمل لها التحليل الأولية الأولية عندها نقص حديد جاملين وزي ده السؤال مهم عشان الأنيميا في كل مرحلة عمرية أسباب اللي بتؤدي ليها ممكن تكون مختلفة على المراحل العمرية الأخرى فهنتكلم تحديدا عن الأطفال الأطفال في حالة نموه مستمرة فاحتياجهم اليومي من المعادن الأساسية في الأكل زي الحديد وغيره والفيتامينات الأساسية في الأكل زي الفوليك أسيد وفيتامين بي 12 والفيتامينات المختلفة بكميات أكبر من البلغين يعني هو محتاج كمية أكبر مني أنا أنا أفلت خلاص له أطول أكتر من كده ولا هعرض أكتر من كده إنما الطفل لسه بيبني كل يوم بيزيد فاحتياجه اليومي من المكملات الغذائية والمهد الغذائية الأساسية أكبر من البلغين شوية عشان كده جودة الأكل مهمة جدا بالنسبة للأطفال يكون فيه تنوع بحيث يوصلوا الكمية الكافية من الحديد والمعادن اللي هنتكلم بقى على الأنيميا بالتحديد من الحديد وحمد الفوليك وفيتامين بي 12 المواد الأساسية التي يحتاجها الجسم لتصنيع كرات الدم الحمراء طيب دكتور هل في سن معين لإصابة بالأنيميا أو فقر الدم يعني ممكن يكون عند أطفال وممكن يكون عند الكبار لكن سؤالي هنا تحديدا المقصود به هل مثلا بعد سن الثلاثين هو عرضة أكثر للإصابة بالأنيميا لا نقدر نقول الموضوع مش بالعمر شوية على قد ما هو بالعمر والجنس والطبيعة العام يعني كل حاجة لها حاجة والأمراض المصاحبة الجنس يعني فيه اللي تكون أكثر يعني الإناث دائما عرضة أكثر للأنيميا عشان اطلبات المنسز عندهم ممكن تبقى فيها مشكلة فدائما حتى الريفرانس رينجز بتاعت النورمة اللي هموجلوبين في السيدات أقل بواحد من الرجال لأن السيدات عندهم فقد مستمر للدم بسبب المنسز ودي خلت ربنا الأعمار الأطفال مثلا الدورة الشهرية بتؤثر على وجود أو مثل الدم موجودة في فبتخلي داما اللي هموجلوبين بتاعت السيدات أقل شوية حتى الريفرانس رينجز بتاعت السيدات أقل شوية من الرجال أقل بواحد جرام واحد ونص جرام الأطفال عرضة أكثر للتفاليات والديدان وبالذات في المناطق الريفية الديدان والتفاليات بعضها بيؤدي إلى بيتغز على الدم اللي في الأمعاء ويؤدي إلى فقر الدم ففي الأطفال بنركز شوية على أن السبب ممكن يكون ناحية الديدان أو التفاليات أو حاجة زي كده فالناس الكبار في السن حسنا حكي تقول فوق التلاتين فوق الأربعين وعلى سبيل المثال اللي عندهم مشاكل قلبه بياخدوا أدوية سيولة دول بيتعرضوا للأنيميا وهكذا يعني كل فئة عمرية مع الأمراض المصاحبة بتديني فكرة عن سبب الأنيميا لكن أشهر سبب للأنيميا للأنيميا على مستوى العالم هو أنيميا نقص الحديد ويعاني منه أكتر من حوالي 800 إلى 900 مليون بني آدم على وجه الكرة الأرضية طيب لما نيجي نقول أن ممكن كمان نلاقي أطفال أكثر عرضة للأصابة من أطفال أخرى برغم من عدم موجود مساببات زي اللي حالك بتقولها يعني ما فيش مثلا فطريات أو أمبة أو أيا كان الحاجات اللي زي كده ده بيأثر على نموهم وده بيأثر على زي ما حالك كنت بتقول فيه سن الناس ما بتطولش فيه الولاد ما بيعرضوش فيه ده بيبقى فارق قوي مع الأطفال مع وجود كمان الحملة أو المبادرة الرئاسية لخياس التقاصل الحملة دي حاجة طبعا يعني أدت دور مهم جدا لأن في بعض الأنيميات ومنتشرة في بلدنا بقى في مصر وخصوصا في الصعيد إلى حد ما في مدن الصعيد والمدن الريفية الأنيميات الوراثية زي أنيميا البحر المتوسط دي المنتشرها في مصر بشكل أكبر والأنيميا المنجلية أقل منها شوية دي عبارة عن أمراض وراثية خلال وراسي في تصنيع الهوموغلوبين هو الطفل مولود كده عنده خلال وراسي في تصنيع مادة الهوموغلوبين اللي وكاكوك جوه وكاكوك ردام الحمراء ولها درجات بدرجاتها المتوسطة أو البسيطة بيتولد الطفل وهم اللي مقروا من ليفل بتاعهم ما بيعديش سبع ما بيعديش تمانية والأم مش ماخدة بالها والقب مش ماخد باله بيبدو ياخد بالهم عند سن البلوغ أو قبل سن البلوغ يلاوا جميع أمراض النمو عند هذا الطفل المتأخرة الطفل ده كل زميله أو كل أقرانه ومشي وهم عندهم سنة ده وهم عنده سنتين كل أقرانه سنينه وهم عندهم ست شهور ده السنانه بدأ تطلع وهو عنده سنتين الطول والوزن بتاعهم بيبقى أقل من الرفرنس رينج بالنسبة لعمره بالنسبة لسنه فلما الأم تلاحظ حاجة زي كده بس أعتقد ده بيحصل لما الأهالي بتروح الوحدة الصحية باختلاف المستوى الاجتماعية للحصول على التطعيم في منحنايات نمو المسؤولين بيشوفوها وبيتكتب ريبورت على كل شهادة التطعيم بيحصل لغاية سنة سنة سنتين وبعد كده الأمهات ما بتبقاش مهتمة أنها تتبع تقيس العلامات الصحية دي لكن بتلاحظها بقى من الطفل نفسه أن الطفل رفيع عن بقية زميله الأطفال دول ممكن يعانوا جدا أنهم هيوصلوا المرحلة بذات سن البلوغ هلاقي كل زميله بلغوا بلغ شكلهم يتغير وهو لسه شكله طفل وسوته رفيع فده بتبقى حتى فيها ناحية نفسية قوية جدا دكتور أنا عايزة أطعك معلش أنا أسف هاراك بتقول بيبقى سن شكله أرفع الأنيميا مرتبطة بالوزن ولا مرتبطة بجودة الأكل ما هو ممكن يكون لا احنا بنتكلم بنتكلم في فنوطة وزنه مليان ولكن يكون أنامك لأنه أنا بتكلم على النمو يعني هو لسه شكله صغنن شكله طفل بينما زميله وتلال وشنابه وسوته طخن وبقى كبير وبدأ جسمه يفرد ويتغل ويعرض يتغفر على مرحل لسه شكله طفل وسوته حتى طفل فالحاجات دي لو اهتمينا بيها بزيات في الحاملة الرئاسية دي الناس اللي عندها أنيميات البحر متوسط في السعيد ومش عارفين ولين ده عندهم زواج الأقارب لحد ما منتشر شوية فنسب يعني بتلاقي عائلات كاملة فيها المرض هم مش عارفين لما بنكتشف ده بدري بنوجه له العلاج نحافظ على نسبة مجلوبين معينة للطفل ده بحيث ينمو وأمارات النمو وعلمات النمو بتاعته تحصل بشكل متقارب لأقرانه فالطفل حتى ينشأ نفسياً ما عندهوش مشكلة من الناحية دي وده طبعاً فيه جزء منه بقى بالتغذية فيه جزء بالعلاج فيه جزء بالتوجيه للعلاج النفسي كمان للطفل إنه نقوله أنت ما عندكش حاجة وهتكبر وهتبقى كويس لكن لو تساب على سن 12-13 سنة ساعتها هتبقى فيه مشكلة هيبقى صعب أننا نعود ده بعد كترة طيب دكتور هل النهاجان وسرعة التنفس ده عرض من أعراض الأنيميا وسؤالي الثاني برضو لحضراتك دايماً يمكن منك أنا بتتكلم إن من بين الأعراض فكرة البرودة اللي بتبقى موجودة في الأطراف سواء كان الإيد أو الرجل هي علاقة ده برضو بالأنيميا بالنسبة للنهاجان النهاجان من أعراض الأنيميا وخاصة مع المجهود البسيط يعني لو حضرتك مثلاً ساكن في الدور الأول أو الثاني ومتعود تطلع السلم ومعندكش أناميا وبعد فترة لحس أن أنت بدأت تنهج مع هذا المجهود البسيط ده ممكن يكون بداية عرض أنه عندك أناميا القلب مش وصل له أكسجين كفاية زي أنه مش قادر يوصل للعضلات أكسجين كفاية فبيدق عدد ضربات أكتر عشان يحاول يدور الدم عدد دورات أكتر فيوصل كمية أكسجين أكتر للعضلات تقدر تقوم بنفس المجهود اللي ما كانش بيعمل لك نهاجان من شهر أو من شهرين أو من فترة ودلوقتي بدأ يعملك نهاجان فالنهاجان قد تكون فعلاً علامة من علامات الأنيميا ولكن برضو نهاتم أنه مش أنيميا بس ممكن تكون مشكلة في القلب ممكن تكون مشكلة في الرئة فدي قصتان لكنها أقلية الحاجة الصغيرة عشان ما دخلش نفسي في علامة أو في متاهة بالنسبة لموضوع الأطراف الأنيميا ليس لها علاقة مباشرة ببرودة أو سخونة الأطراف دي لحد ما يعني لها علاقة شوية بالوراثة إن في بعض الأمراض الندرة شوية كده بتخلي الأطراف بتبقى سقعة ومتلجة الناس دي عندهم في درجات الحرارة المنخفضة الشرايين والأوردة بتاعت إيديهم ورجليهم مناطق دي منترافة يعني نهايات الدورة الدموية بتبقى رفاعة قوي ودقيقة قوي ودرجة الحرارة من طبيعتها إنها لما بتقل الشرايين بتنقبض ولما بتسخن حتى الواحد لما يعمل مجهود يبقى جسمه سخط وشو مصهد كده ومحمير في الشرايين واسعت في الدنيا ببن فيه دموية في وشه ففي الشتاء الشرايين والأوعيات الدموية اللي في الصوابع وفرجليهم دي لما بتدي تضفق الدم بيقل شوية لمناطق دي فيحصل لها برودة لأن اللي بيدي جسمنا درجة حرارته هو الدم طيب هل نقص الدم أو فقر الدم ممكن يؤثر على الهاز المناعي؟ طبعاً ويؤثر على التقام الجروح وسرعة الشفاء من الأمراض لأن في النهاية أنا بوصل أكسجين للأعضاء سواء السليمة أو المريضة فأنا كده بأثر يعني الناس اللي عندهم أنيميات وأنيميات شديدة لما بيجي يروح يعمل عملية يقولوا لا أخلي صلح الأنيمي يلقى لعمل عملية لأن جرح كده ممكن ياخد وقت في الالتقام كل ما كان الأكسجين والبروتين وعدد خلايا المناع واللي ماشي في الدم وبتوصل للعضو اللي بننعالجه أكتر كل ما هيكون التقامه وتعفيه من المرض اللي فيه أسرق طبعاً طيب دكتور أخيراً عاوزين نصيحة حضرتك تنصحها لكل شخص اللي يقي نفسه من الأنيمي أولاً وكل شخص مصاب سواء كانت النصيحة دي هي نصيحة طبية أو نصيحة غذائية في نوع غذاء بعينه لازم يكون موجود على طولة الطعام الغذاء بعينه دي نقطة مهمة عشان يعني المهم فيها الكيف وليس الكام يعني أنا مش لازم أكل فرخة مثلاً على الغداء أنا ممكن أكل ثلاثة واجبات صحية سليمة فطار بسيط جداً وغداء متواضع جداً وعشاء بسيط جداً بس يكون متنوع يحتوي على البروتين والكربوهايدريت والخضرات والفاك اللي بتمدينها بالمينرالز والفايتامينز والبروتين ياريت لو فيه حاجة تكون غنية بالحديد زي الكبدأ واللحم الحمرة ولو بقدر ضئيل جداً يكون فيه كمية سوائل كفاية تشرب العصائر الحمضية شوية بيساعد على منصص الحديد لو بعد الغداء شربنا مثلاً كباية عصير لمون أو كباية عصير بطوءان ده بيزود من منصص الحديد كل بنجر ورمان كثير البنجر والرمان يحتووا على الحديد الحديد عشان يمتص من المعدة حنوصر عليهم لمونة لازم نوصر عليها لمونة لازم لازم توفر تفاعلات كميائية معينة بتحصل في المعدة لأن الحديد اللي في البنجر جسم يمتصرش يمتصه إلا ما يحولوا لشكل تاني فإحنا بنوفر له بقى الحكاية دي باللمون العصير الحمضية أبطن فيه ممكن أدي فيتامين سي لأنه حمض فيه دكاترة بيديو فيتامين سي مع الحديد لأن فيتامين سي بيزود حمضية المعدة شوية فيساعد على التفاعل الكيميائي اللي بيسهل امتصاص الحديد ونبعد عن الشاي والقهوة والنسكفي والحاجات دي لأن فيها مادة بتتفاعل مع الحديد اللي في الأكل بتمسكه وتخليه بقى صعب الامتصاص هي ما بتكسروه ولا بتعمل فيه أي حاجة بس جسبي ما بيقدرش يستفيد منه يعني لو هيمتصه بالنسبة 100% لما أشرب شاي ما يختلطش مع الأكل اللي في المعدة قبل الأكل بتلات ساعات بعد الأكل باربع ساعات كده حضرتك طمينتين البنجر والرومان اللي أنا باكله مالوش لازمة جنب لا لا بالعكس ده غني بالحديد غني بالحديد نورتنا يا دكتور وضوف عزيز دايما بنسعد بوجودك معنا في صباح الخير لدكتور حسين همام استشاري أمراض الدم شكرا وجودك معنا في صباح الخير شكرا جزيلا وصباح الخير عليكم جميعا صباح الخير مشاهدينا خلصت حلقاتنا كنا موجودين معاكم النهاردة على مدار ثلاث ساعات نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس المعات صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر